السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد الواحد والثلاثون من سلسلة رويات فانتازيا اسمه أدهم مقدمة اسمها عبير عبد الرحمة إنها لا تملك شيئا من رقة اسمها ورشقة اسمها إن عبير ليست جميلة بأي مقياس ولا تجيد القتال أو قيادة السيارات وليست علمة أو أديبة أو ممثلة ولا تملك مؤهلا دراسيا محترما إن عبير هي إنسان عادية إلى درجة غير مسبوك إلى درجة تجعلها فريدة من نوعها وتجعلها جديرة بأن تكون بطلة السلسلة لقد قابلت عبير شريف خبير الكمبيوتر الثري الوسيم والأهم من هذا العبقري وكان شريف وقته يبحث عن فتاة عادية جدا ولا تملك أي زكاء هذه الفتاة ستخضع على اختبار جهاز صانع الأحلام الذي ابتكره هو وهو جهاز قادر على استرجاع ثقافة المرء وإعادة برمجتها في صورة مغامرات متكاملة ولأن عبير تقرأ كثيرا جدا ولأن عقلها مزدحم بأبطال القصص ومواقف القصص صار عقلها خامة صالحة لخلق مئات القصص المسيرة عبير سترى القصص التي عشقتها ولكن مع تحوير بسيط إنها ستكون جزءا متفاعلا في كل قصة ستطير مع السوبرمان والتسلق الأشجار مع ترزان وتغوز في أعماق المحيط مع كابتن نيمو وتزوج شريف عبير ربما لأنه أحبها حقا وربما لأنه كان بحاجة إلى يبقاء فأر تجاربه معه للأبد ونعرف أن عبير حامل وتواصل عبير رحلتها الشائقة إلى فانتازيا ترى الكثير وتعرف الكثير وفي كل مرة ينتظرها المرشد ليقودها إلى حكاية جديد إن عبير تنتمي إلى فانتازيا أرض الخيال التي صنعها الكمبيوتر لها من خبراتها ومعلوماتها الخاصة وأعاد تقديمها لها من جديد فانتازيا هي المهرب من براثنا الواقع وكل الوجوه التي لا تتغير فانتازيا هي الحلم الذي صاغته عبقريت الأدباء على مر السنين ولم يكن من حقنا أن نكون جزءا منه ولكن هزف مقدورنا الآن لسوف نرحل جميعا مع عبير إلى فانتازيا نضح حاجتنا وهم منا في الكطار الذاهب إلى هناك ها هو ذا جرس المحطة يدق وهدير المحاركات يدوي إذن فلنسرع اسمه أدهم هذه المرة لم تغادر عبير علام فانتازيا لا تدري لذلك سببا لكن الكطار تأرجح بها مسافة صغيرة ربما لمدة عشر دقائق ثم وجدت نفسها أمام مدينة عملاقة تحيد بها الأصوار وهناك الكثير من الصخب ينبعث منها كانت هناك طائرة هليكوبتر ترتفع فوق الأصوار وهي تحمل بالمعنى الحرفي للكلمة رجلا وسيما يتعلق بعجلاتها ويطلق الرصاص من مسدسه على مجموعة من العملاء يعتلون الصور كيف عرفت أنهم عملاء؟ هذا سهل العملاء يسهل تمييزهم ثم وسب من فوق الصور فارس أندولسي قوي البنيان يمتطي حصانا عربيا أبيض وانقض على مجموعة من جنود الفرنجة يحتشدون في الخارج وفوق الصور وقف مجموعة من رجال الشرطة العلمية يطلقون بنادق الليزر وغير هذا كثير قالت للمرشد في انبهار آه أين أنا يا مرشد قال وهو ينظر خارج النافذة هذا عالم دكتور نبيل فاروق طبعا لقد أبدع مئة الأفكار حتى صار علينا أن نحيط أعماله بصور خاص الحقيقة أن أعماله من الأمثلة النادرة لأدب المغامرة المكتوب بالعربية أصلا إنه قد كتب أكثر من خمسمائة عنوان وكتب في كل الموضوعات تقريبا وعلى كتاباته تربت عدة أجيال من قارئ العربية وشكلت وجدانهم الحقيقة أنه شديد الأهمية لحد لا يوصف ديستيوفيسكي نفسه لم يؤثر في كل هذا العدد من القراء خاصة في سن الشباب حيث التكوين الأول للطين اللين والملاحظة الصادقة هي أن كل شاب يجرب الكتابة يبدأ بتقليد أسلوب دكتور نبير فاروق المميز المميز جدا قالت لو في حماسة أو كف القطار أو كف هو فشد الحبل وانتظرت عبير حتى كف صارير العجلات ثم عادت تسأل هل لو دخلت هنا أرى كل قصصي في مغامرة واحدة؟ ابتسم في تهاكم مستحيل طبعا لابد من عشر مغامرات على الأقل حتى تزعمي أنك رأيت الكثير فقط الكثير يمكنك على كل حال أن تبدأ بعالم رجل المستحيل إنه يضمن لك مغامرة مسلية وهو النموذج الرائد الوحيد لأدب جاسوسية في العربية لو استثنين أعمالا معدودة للمرحوم صالح مرسي وعلى كل حال هناك كثيرون يقلدون رجل المستحيل الآن دعك من يسرقونه بالكامل ويكتفون بكتابة أسمائهم على الغلاف قالت في ذكاء إنه جيمس بوند العربي تقلص وجهه في ضيق وغمغم هذا يدل على أنك تتمتعين بعقل دجاجة كعهد يا بيكي إن أدهم صبر شخصية متدينة تعيش بالمثل العليا إنه من يتمنى كل منه أن يكونه لكنه لا يستطيع أما جيمس بوند هذا فهو خنزير شهواني وهو يلعب على وطر أن كثير من الناس يحملون زيت الشيطان في أعماقهم لكنهم لا يكسرون على أن يكونوا فارق كبير بين من نتمنى أن نكونه وبين من لا نكسر على أن نكونه دعك من أن أدهم يدعب الحلم العربي بينما جيمس بوند يدعب الغرور البريطاني ورأيي أنه لو ظفر أدهم صبري بمنطق ثقيل لا يبخل بشيء من طراز بروكلي لكانت أفلامي رائعة ثم أضاف الشيء الممتع في الموضوع هو أنني لن أحكي لك نبذتي الشهيرة عن المؤلف وقصة حياتي لأنك تعرفين هذا عن ظهر قلب كل الكراء يعرفونها ستبدأين المغامرة على الفور قالت وهي تتنهت في ارتياح أخيرا تمنيت أن تريحني من المحاضرة الأدبية التي تلقيها علي في كل مرة هذا لأن الدرس محفوظ لك في هذه المرة وعلى كل حال أنا أعتبر هذه المحاضرة أهم ما تقدمه لك فانتازي يا رأس الدجاجة وساعدها على الترجل من الكطار وماشي نحو الأسوار قالت له وهي تلهس محاولة اللحاق بخطواته لحظة من سأكون أنا هذه المرة لأريد أن أكون سنيجرهاو قال دون أن ينظر للوراء أو يبطئ من خطواته ستعرفين حالا المهم أنك ستكونين فتاة مخابرات بارعة الجمال لقد مللت أن أكون جميلة في كل قصة دائما أنا الجمال يمشي على قدمين قال في خبس أنت تأتينا لفانتازيا من أجل تغيير الواقع أليس كذلك؟ ترى ماذا يقصد بهذه العبارة غير المفهومة؟ اتجهت نحو الصور وهي تجر قدميها بينما المرشد يمشي خلفها وهو ما زال يحكي لها أهمية أدهم صبري الذي صار حلم كل شاب وفتى أحلام كل فتاة في المنطقة العربية هنا توقف تعبير وصحت في المرشد ماذا هناك يا مرشد؟ عقد حاجبيه وسألها هل هناك شيء؟ ما كل هذه لهوابش أسفل الصفحة عقد حاجبيه وقال في كبرياء هذا يذكر القراء بالكتيبات السابقة ظننت أن هذا مفهوما وهل يضيقك أن نتوقف عنها قليلا مدون نتكلم بلا رسميات؟ عقد حاجبيه وقال بنفس الكبرياء هذه ليست الطريقة المسلى لكن ليكن لن نضع هوابش ثانية إلا الضروري منها شكرا عقد حاجبيه وقال عفوا السؤال الآخر هو لماذا تعقد حاجبيك مع كل جملة؟ عقد حاجبيه وقال نحن قد صرنا الآن في عالم روائي يعقد كل شخص فيه حاجبيه أو يتلقيان أربع مرات في كل صفحة إنها عادة خاصة خاصة جدا قالت لو في حيرة ولماذا تكرر آخر كلمتين من آخر جملة؟ عقد حاجبيه وهتف في غيز اسمعي يا فتاة إما أن تقبلي قواعدنا هنا أو ترحلي هل تريديني أن تجري بقصة أدهم صبري أم لا؟ أريد طبعا أنا أسفة عقد حاجبيه وقال وهو يتهيأ للانصراف هناك نقطة مهمة يجب أن تعري فيها لن تظل هذه الأحداث كلها من وجهة نظرك أنت لأنها متشعبة معقدة متبينة الزمان والمكان لكنك على الأقل ستعرفين ما حدث وما يحدث أي أنا دورك هنا خلت من دور الشخص الثالث ودورا روائي العالم بكل شيء لسوف تبدئين الآن وستكون مغامرة خطيرة خطيرة جدا وهكذا وجد تعبير نفسه وحيدة وحيدة جدا وحيدة تماما تماما اجتماع رحي لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف لماذا يلقى بأدهم صبري برجل المستحيل كان يقف هناك جوار حافة الماء بينما القتل العشرة يجرون نحوه ملوحين بمديهم وسيوفهم كل من يرى المشهد يمكنه أن يعرف أن أدهم صبري سيتحول إلى عجين أو لحم مفروض لكن رجل المستحيل العظيم احتفظ بهاماته الشامحة وابتسم ابتسامة واثقة تلقلأت على وجهه الوسي ثم قوار قبضته ووجه لكم عاتية إلى ضقن أولى المهاجمين سقط الرجل أرضا بينما أدهم يهوي على عنق الآخر بسيف يد ويدفن قبضته في بطن الثالث ثم ارتفعت قدمه ليضرب بها إثنين آخرين وهذه من المعجزات أدهم صبري الشهيرة إنه يستطيع أن يقاتل بينما أطرافه الأربع كلها في الهواء فهو لا يحتاج إلى نقطة ارتكاز وسرعا ما سقط القتل العشرة والدم ينزف من كل فتحة في وجوههم سواء فتحة طبيعية أو تلك التي تكونت من أثر الضربات أخيرا بدأت علامات الخدوش تظهر على الشاشة معلنة انتهاء الشريط وبالفعل فرغ الشريط فلم تبقى إلا شاشة مضيئة لكن أحد من الجالسين لم يجد في نفسه القوة كي ينهض ويغلق آلة العرض فلم يعد من صوت إلا طرف البقرة وهو يضرب شباك العرض مرارا وتكرار كانت هناك أصوات بكاء مخنوق كان هناك من يحاول تظاهر بأنه لم يبكي تأثرا لكن صوته فضحه في النهاي ولما كانت هذه من المرات القليلة التي لا يجد نفسه مخطوفا فيها فقد تكلم قدري بصوت مختنق قال وهو يعقد حاجبيه يجب أن نقبل الحقيقة هذه المرة يا رفاق لقد مات أدهم هنا وجدت عبير نفسها التي لم تدري من هي أصلا تصيح وهي تنهض مستحيل أدهم لا يموت بهذه السهولة قالت لها جهان وهي تعبس بمقعدها المتحرك كلنا نموت يوما ما يمونة إذن هي مونة توفيق جميل هذا معقول ويناسب شخصيتها إلى حد ما إن دور مونة على الأرجح لا يتجاوز أن تخطف لتكون وسيلة ضخم أو تجلب المتعب لرأس أدهم هذا كما طارون يتوأم مع شخصية عبير إلى حد كبير نظرت عبير إلى القدر وسألته هل يمكن أن تحكي القصة من جديد؟ التهم آخر قطع في الشطيرة التي كانت معه وعقد حاجبيه وقال كان المشهد مريعاً مفزعاً بحق كان شعار المؤتمر هو يا جاسوسي العالم التحد وكان يقام في إحدى العواصم الأوروبية التي لا نذكر اسمها هناك كي لا يقاضون لكن عدسات التلفزيون كانت هناك وكان من المعروف لكل فرد أن هذا المؤتمر يضم أخطر جواسيس الأرض لكن القاعدة الغربية تقول إنهم يقولون ماذا يقولون؟ دعهم يقولون وقاعدة أخرى هي دعه يعمل دعه يمر وقاعدة الثالثة تقول عش ودع غيرك يعيش وقاعدة ربعة دعنا من هذا كله ولنرى ما يحدث في مدخل هذا المؤتمر كان الناس يقفون ممسكين بعلب البوبكورن وعلب المشروبات الغازية وهم يحملون اللافتات التي ترحب الجواسيس ورحوا يتدفعون كأنهم أمام أحد العروض الأولى لفيلم سينمائي حيث ينتظر الناس بالساعات كيروا النجوم في البدء جاء رجال منظمة العقرب اسكوربيون بثيابهم المميزة التي تحمل شعار العقرب الزهبي الصغير على العروة وسياراتهم التي تبع عليها ملسق العقرب ولقد تصايح الناس وهم يرونهم ينزلون من السيارات لكن ما هذا؟ ألم تنسف جزيرتهم بالكامل؟ لكن الحقيقة كما يعرفها الناس أن هؤلاء القوم لا يموتون أبدا فقط هم يعطون انطباع أنهم ماتوا لكنهم يظهرون دائما حيثوا وحين لا ينبغي أن يظهروا سيارة سوداء مرابة كأنها سيارة الشيطان لو كان يركب سيارات تقدمت بسرعة لتدهز ثلاثة من المشاه فصح الوقفون فرحا وانبهارا ثم انفتح الباب لتخرج منه امرأة جميلة جميلة؟ لا إن الحروف لا يمكن أن تصف هذا المعنى الجديد هناك الجمال وهناك ما هو أجمل من الجمال ذاته بمراحل خرجت من السيارة وخرج وراءها فتاة في مقتبل العمر قالت له هي تساعده أهلوم يا سلم يا حبيبي سوما توحت بالفراء السمين الذي تحمله إلى كتفها ورأى الناس في يدها مدفع زي صغير انحنت تتحدث من يقود السيارة قالت له بصوت بارد وضحكة تشبه ضحكة الأفع لو كانت الأفع تضحك الآن أنت تعرف سر مجيئي له هنا وتعرف أن السر إذا عرفه أثنان لم يعد سرا ثم دست فوهة المدفع في النافذة وأفرغت بدع رصاصات الآن كانت دخانة تصعد من النافذة بكسافة فتقبطت يد الفتى الصغير وأعدت إخفاء سلاحها تحت الفراء السمين واكتزت جموع الناس المتحمسة وهي تبتسم برقة قال قائل إنها سونيا سونيا جرهام عدو أدهم لدود فردح ليه أخرون بأنه أحمق سونيا ماتت وشبعت موته قال القائل وهل يموت أحد في عالم الجواسيس؟ حقا لم يستطع أحد أن يجيب سيارة أخرى من السيارات الرهيبة هذه المرة تحمل علامة المنجل الروسي سرعان ما توقفت لينزل منها إيفان إيفانوفيتش زعيم المافيا الروسية الذي لم يكلف نفسه بتحية الجماهير فقط رح يمضغ سيجارا غليزا ثم تقدم يتبعه رجال أقرب إلى الدببة منهم إلى البشر بعدها بثانية خرج من السيارة رجل آخر هو أخوه يوري إيفانوفيتش الذي لم يكلف نفسه بتحية الجماهير فقط رح يمضغ سيجارا أغلز ثم تقدم يتبعه رجال أقرب إلى الأفيال منهم إلى البشر وبعدها دواء انفجار مخيف من السيارة وتناثرت الأشلاء في كل صوب إن الرجل ما زال كعادته لا يترك شهوده يا لهذه المافيا الروسية هؤلاء بقايا عهد بيريا والقمع الاستنليني الذين انفلت عيارهم بعد زوال قبضة الحزب الحديدية بعد هذا وبعدما نقلت الإسعاف بقايا القتلة وصلت سيارة مشيح يمد إزرائيلي رجل المخابرات الإسرائيلية البارد كالسلج والذي مات منذ فترة إن هذا الاجتماع يعج بالموت كما طروا خرج من السيارة ووقف بقامته الفارعة ينظر إلى الجماهية ثم قال في ضيق أغبياء أغبياء ثم توارى عن الأنظار توطئه لأن يصل مستر إكس وهو جدير باسمه لأن أحدا من الناس لم يستطع رؤية وجهه في أي إضاءة من أي نوع حتى والأضواء ساطعة مباشرة تجد وكهو مكسوا بالظل ثم وصلت سيارة صاخبة قائدها يخرج ساقه الملفوفة في حزاء طويلة العنق من النافذة ولا يقف عن اطلاق الرصاص في الهواء والصراخ ووه ويه وانفتح الباب عن قبعة ميكسيكية عملاقة من طراز سومبريرو سما ظهر ذلك المجنون الميكسيكي بانشو سيلاريز ولوحا بزجاج التكلة يبدو انه مات من قبل لكن هذا لا يهم كما قلنا اطلق بعض الرصاص في الهواء ليشهل حماسة القوم ثم صاح ثم دخل المقار ومعه خمسة أغاد من رجاله وهكذا بدأ الاجتماع الاجتماع لازل سيقرر أشياء خطيرة خطيرة جدا يمكن القول أن رئيس الجلسة أو الشيرمان كان هو ميستر إكسي ذاتي والذي لم يستطع أحد رؤية وجهه في أي إضاءة في البداية تحسس مكبر الصوت ونقر عليه ثم قال للجالسين هل تأكدتم من أن القاعة مؤمنة؟ كان هناك عدد من الحراس الشخصيين سلع الرؤوس بالنظرات السوداء والأجساد الضخمة لت تذكرك بأناقة الغوريلا وقدس كل منهم سماعة زات سلك لو لبي في أذنه لها سظلوا صامتين ينظرون له في برود إنني أحدثكم يا حمقى انزعوا هذه السماعات لتسمعوني سارع الرجال بانتزاع السماعات مرتبكين وقال له أكبرهم حجما معذرة يا سيدي ألقاعة مؤمنة لا كاميرات خافية مسبتة في عروات السطرات أو في حولي النساء ألقاعة مؤمنة يا سيدي نظر الرجل باتجاه الحسناء التي نعتقد أنها سونيا جرهان هل من متنكرين؟ هزت يدها ويتضع صاقا على صاق في لا مبالاة وقالت بصمات الآزان كلها صحيحة الرجل ليس هنا إن سونيا خبيرة في تمييز أدهم صبري من بصمات أزانيه الكل يعرف هذا إذن فلنبدأ يسود صمت رهيب وطبعا يعرف كل واحدنا الجالسين أن الآخرين يسجلون ما يدور لم لا؟ أليس اجتماع جواسيس؟ بدأ الرجل بالكلام ببطء بعبارات راسخة جميعكم هنا لقد واجهكم ذلك الرجل المدعو أدهم صبري من قبل واجه لكم ضربات صاحقة ولقد تصرف بعضكم بدافع الانتقام مثل سونيا جيرهام والبعض بدافع الشر المجرد لكننا جميعا حاولنا أن ندم الرجل واحدا وفشل حتى هذه اللحظة على الأقل صح أحد الجالسين من نظمة العقرب هو لن نفشل ثانية عاد مستر إكس يتكلم بذات التأود السمجة ربما ننجح وربما نفشل لكن الحقيقة هي أن أدهم صبري قد فاز بشعبية عظيمة ويعرف الأبوان العربيان أن طفلهم قد تعلم القراءة بمجرد أن يمسك في يده بأول قصة من رجل المستحيل هذه خطوة حتمية في النمو بعدها تظل هذه القصة سمعه في مراحل نموه التالية ومعها يتعلم أشياء سلبية ككراهية إسرائيل فهي تنتقل من جيل إلى جيل وكنا نعتمد على النسيان كي يمحوها الشعور البغيط بالتفوق والتميز لدى العرب يستمر وكنا نريد أن نصحكه دعك من حقيقة أن قراءة جيمس بوند رمز عبقارية المخابرات البريطانية تتدهور من جيل لآخر الحقيقة هي أن أدهم صبري قد أزانا كثيرا وعلينا أن نجد مخرجا من هذا الحقيقة التي أتعشم أن لا ننساها كذلك هي أننا لا نقاتل من أجل إنقاص تعداد أعدائنا العرب فهم كثيرون جدا ولا من أجل الكذب ولكننا نقاتل من أجل تدعيم القيم الكريهة ومن أجل هدم المبادئ هذه هي القاعدة الذهبية التي على هديها نتحرق والتي يحطمها أدهم صبري كل يوم نهض الإسرائيلي البارد مشيح يمد إسرائيلي ونظر إلى الجالسين من حوله في لا مبالاة ثم قال وهو يتحسس صدره الحقيقة التي نعرفها جميعا هي أن القضاء على أدهم صبري مستحيل لقد حاولنا كل شيء لكن الرجل بارد حقا أقول هذا وأنا أتحسس موضع رصاصاته التي اخترقت صدري وكادت تصيب قلبي لو لا تولي الفارع الذي جعل قلبي يميل إلى اليمين علينا أن نلعب أوراقنا بشكل صحيح وعلى أساس ما نعرفه بالفعل لن تكون الدنيا أوهاما لن نقتل الرجل جسديا لكننا بالتأكيد ننوي قتله معنويا وتلقى حاجباه وضحك 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 مهمة مستحيلة لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف لماذا يلقى بأدهم صبري برجل المستحيل لقد هبطت طائرة الهليكوبتر فوقنات تحت السحاب الأمريكية التي يبدو أنها معدة لهذه الأمور من قبل لأن علامة إكس كبيرة كانت هناك وكانت الشمس الساطعة تنعكس على الزجاج فلا تجرؤ على النظر دون أن تحترق عيناك ببطء راح تتأرجح وبخشونة راح تطهبط فوق السطح ثم الفتح بابيها والظهر ثلاثة رجال من الطراز الذي ينزل من هليكوبتر جريا أنتم تعرفون هذا الطراز الذي تعج به الأفلام الأمريكية كان هناك رجلان يحمل كل منهما بندقية آلية ويقف بانتظار القادمين الرجل الأول من ركيب الهليكوبتر والذي يتطير معطفه في الهواء كان هو من بدأ الكلام قال وهو يعقد حاجبيه أنا سيرجي سيرجيوف أعمل المخابرات الروسية كي جي بي صفح أحد الرجلين وقال وأنا القلين الإسميس أعمل الاستخبارات المركزية الأمريكية إنه منتصف الليل الآن وقد حان وقت العمل طبعا كان كل واحد منهم يعرف أن هذا ليس اسم الآخر ولا عمله ولا شكله بالإضافة إلى أن هذا ليس منتصف الليل طبعا إن التمويه طبيعة في عمل مخابرات كما تعلم نظر العمل الروسي حوله وقال منبهر آه لوس أنجلوس مدينة كبيرة عظيمة لكنني لم أرها قاتل إلا من على الأرض قال القلين الإسميس بلهجة غامضة ولا سوف تراح ثانية وقبل أن يفهم أحد الرجال ما يحدث أهرج من دقيته الألية وأفرغ في صدر العمل السوفيتي وكانت ضربة مفاجأة قاتلة قال المستر إكسي للمجتمعين الآن أرجو أن ترحبوا بالسيد رائد وهيد واتجهت الأضواء كما في السرك إلى مدخل القاعة الجانبي ليظهر شاب بفارع القامة وسيم كموديلات الإعلانات له ذاك الضقن المشكوك الذي يميز أبطال القصة المصورة واثق من نفسه كرعاة البكر تقدم الشاب في خيلاء بينما الضوء يلاحق خطواته نشيطة توحي بطاقة لا نهاية له أخيرا سعد إلى المنصة وكان من الواضح أن الإنبعاج تحت إبطه ليس ورما لنفاويا وإنما هو مسدس قال مستر إكس رائد وهيب هو النموذج الذي سنتبنى سنقدمه للشاب العربي في إطار جديد يجذب انتباهه وطبعا نحن جميعا نفهم أن رائد ليس سوى رجلنا إنه إسرائيلي منحنا كل الأوراق التي تدل على أنه عربي سنعطيه انطباع رجل العمليات الخاصة العربي الأنيك الوسي ولا سوف تعلق الفتيات صورته في حجراتهن ولا سوف يضع كل شاب عصم كناسة بها سقلاني الأسمن في غرفة نومه ويرهض كل صباح مبكرا يرفع عدة مرات على أمل أن هذا هو الطريق الذي سيقوده إلى أن يكون مصرار ومن خلال هذا الإعجاب سيصدق نوفي كل شيء ويزون كل ما يمثله أدهم صبر هنا نهد الروسي إيفان وهو يمضغ سيجاره لغليز وقال لحظة ألا يستدع هذا أن يحقق بطولات؟ طبعا ولا هذا جمعتكم هنا ثم ظهر بعينيه بينهم وقال سترتب كل منظمة منكم بدع عمليات تهزم فيها ويعلن في كل مرة أن رائد هو لازل انتصر وبعد عام سيتحول الشباب إلى قراء لقصص رائد وهي هل من أسئلة؟ هنا نهضت سونيا جرهام لابد أنها هي وقالت في ضيق لحظة إن أزني هذا الفتى لا تريحانيني كثيرا وتقلص وجهها في وحشية وقالت هذا الفتى هو علاء صديق أدهم صبر متنكرا وهو يعبس بنا ومن ثوبيها خرج المدفع العوزي وأطلقت سالة من الرصاص على علاء صديق أدهم صبر تسل الرجل إلى مكتب الوصائق السرية الخاص بالـ C.I.A. أو وكالة الاستخبارات المركزية نظر حوله في توطر وكانت عدسات الدائرة التلفزيونية المغلقة موجهة نحوه لكنه كان يقوم بتشغيل الجهاز الذي يبص صورة مستمرة تمثل قاعة فارغة وقف أمام القفل الصوتي وأخرج جهاز تسجيل قام بتشغيله فانبعث صوت مدير الاستخبارات شخصيا يقول افتحوا لي أغلق الجهاز قبل أن تكتمل العبارة يقول لكم جيدا ثم أخرج كفازا من المطاط حشره حول كافه كان الكفاز يحمل بصمات مدير المخابرات وقد تمت إعادة نقشه على المطاط فألسك كافيه على الماسح الضوئي وانتظر حتى مر الإشعاع ماسحا كافيه بالكامل ثم دوى الصوت المعدني مسبوح لك بدخول هذا القطاع إن فتح الباب فدخل استغرق الأمر بدع دقائق حتى فرغ من ملء جيوبه بالمايكروفيل ثم بدأ ينسخ محتويات الحاسبات الآلية على كرس عالي السع تنفس الصعداء واتجه نحو الباب ليغادر المكان وفي هذه اللحظة شعر بشيء صلب يلامي الظهره بين لوحي الكتف كان هذا حارسا يصوب نحو الظهري فوهة مسدس ويأمر في غلزة استدر ببطء وعرف أنه وقع في شرق شرق مخيف استدر العميل السوفيتي ليضرب البندقية الآلية ثم يركل صاحبها الآن لم يجد وقتا إلا ربع ثانية ليقول مستحيل أنت ميت يا رجل لقد أفرقت خمسة رصاصات أو أكثر بين دلوعك ومن المؤكد أنك لا تلبس قميصا واقيا للرصاص كما أن هذه الرصاصات ليست في الشينك فقط قتلت بها رجلين من نصف الساعة تقريبا كما أنك لا تبدو شبحا إن هذا الموقف غير طبيعي وغير معتاد ولا أجد له أي تفسير من أي تنوع ويخيل لي أن الأمر كله كابوس صحيح أن الجواسيس البريعين في القصص لا يموتون أبدا لكني عميل في نفس القصص هل تفهم ما أعنيه؟ الرصاص على شاشة السينما لا يقتل المشاهدين لكنه يقتل الأشخاص داخل الفيلم وهذا يعني أنه من المفروض أن يقتلك رصاصي لأن نفس المنطق يسريع علي نواه كانت هذه الكلمات الأخيرة التي لم يجد القلينيل وقتا ليقول ما هو أكثر منها وهو يهوي من فوقنا تحت السحب ويصرخ يصرخ ويصرخ هنا فقط وصب الرجل الثاني صديق الأول إلى الوراء وكذف بكمبيلة يدوي على العميل الروسي وهو يقول سأقتلك يا رجل وهوت الكمبيلة لتصدم الروسي في صدره وكان الانفجار مخيفا وقتلا وسألت عبيرة التي صارت مونة صديقتها القاعدة جهان كل هذا جميل لكن لماذا لا تحكون كل موقف حتى نهايته؟ ألاحظ أن كل موقف ينتهي برصاصة أو انفجار ثم أجد أنكم تحكون موقفا آخر قالت لها جهان التي لم تنس بعد أنها سلبتها أدهم لأسباب غير مفهوم صهي يا حمقاء هذا هو أسلوب القفلات مع الكثير من المنتاج المتوازي كل هذه الأحداث تتم في وقت واحد بينما تنتقل الكاميرا بينها هذا يتركك متوترة بانتظار ما يحدث فقط لتدخلي في حادث مثير جديد لكني نسيت من الذي عقدت جهان حاجبيها وقالت شش دعي قدري يقمل القصة لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف لماذا اختاره رائد وهيب كي يكون بديلا لرجل المستحيل لما انطلقت الرصاصات نحوه وهو على المنصة صارع إلى انتزاع عارضة من الفلاز كانت هناك لا تسألني من أين جاء بعارضة من الفلاز لأن هذه ليست مشكلتي وضعها أمام صدره وجسده فارتطمت الرصاصات بها وسقطت مرتدة وقبل أن يفهم أحد ما حدث كان قد تدحرج على الأرض في رشاقة وأخرج مسدسا صغيرا دقيقا أطلقه على سونيا والحقيقة هي أن الرصاصة لم تكن موجهة لها بل إلى مدفع العوزي في يدها وسرعان ما طار المدفع في الهواء وأمسكت يدها وهي تعوي كالذئاب من الألم مأصمي جدت تحطم أيها الأبلة طلق أخرى هشمت رأسها فوقفت لحظة ترمك ما يحدث في غباء ثم سقطت أرضا قال رائد وهو ينفخ الدخاء من الفوهة في رشاقة معذرة يا جميلتي لكنني لا أجد استعمال اللياقة حين تنطلق رصاصات نحو رأسي هنا فقط دوة القاعة بالتصفيق لقد كان أداء رائد مبهرا ولا يمكن فهمه إلا بإعادة المشهد بالسرعة البطيئة قال ألنشف عليه بلهجته الفرنسية هو يلوح بكأس في يده بغفو أنت باغ حقا لكنك لم تباغن لنا بعد صدق أو ظلم هذا الإدعاء قال رائد وهو يعيد المسدس إلى جنابه هذا بعد ما فقدت الكثير من اللياقاتي على كل حال كل رجل مخابرات يعرف جيدا أن علاء صديق أدهم صبري قد مات قال مستر إكسي في حماسة والأهم هو أنك برهانت لنا على أن رائد بارع بالفعل ويمكن أن يحل محل أدهم تصور أن يكون رجل المخابرات الأكثر شعبية رجلنا نحن ومن جديد دوة تصفيق بوبوت استدارا متسلل لينظر إلى الحارس وكان حارسا جدا لو صح التعبير بطن كبير مترهلة وقميص أزرق وشايب على الفودي وقد رأاه يصوب إليه المسدس في توطر كما لو كان لم يعتدي هذه الأمور لكن المسدس يعني أن الأمور مقلقة قال له الحارس في توطر والآن يا بني أعتقد أنه لا يوجد لديك تفسير لتسلق إلى هنا قال المتسلل في تهكم لو قلت أنني أنتظر المترو لما صدقتني لم يرد الحارس ومد يده إلى حزامه وأخرج جهاز لاسلكي وضغط على الزر في هذه اللحظة ارتفعت قدم المتسلل ببراعة لتضرب المسدس الذي في يد الرجل ثم بالقدم الأخرى عجله بركلة جعلته يصطدم بالجدار سقط الحارس فلم ينظر له يجب أن يفر الآن وبأقصى سرعة صحيح أنه لا يهاب شيئا لكن يجب أن يعرف المرء قدراته إنه ليس مستعدا لمواجهة جهاز الأمن كله وهكذا تأكد أن كل شيء معه وهرع نحو المخرج هنا دوء انفجار انفجار هائل حين انقشع دخان الانفجار فوق ناطحة السحاب لم يعد هناك من الروسي إلا بقايا تصلح لتلميع زجاج النوافذ وكان صوت سرينة سيارات الدورية يولول في الشارع من أسفل بعد أن جاءت كل شرطة الولاية على صوت الانفجار وعرف رجال أن الوقت جدحان للفرار ونظر أحد الرجلين الباقيين إلى هذا المشهد الدامي ثم إلى القاتل الذي قضف الكنبلة ثم لشدة الدهشة هو على رجبته أمامه في إجلال وهتف سيدي برغم أنك قتلت صاحبي فإن علي أن أعبر لك عن احترام البالغ أنت لا تعرف من قتلته ولو عرفت هذا لجن جنونك طربا أو أطلقت رصاص على رأسك خوفا قال القاتل وهو يتراجع إلى الوراء ألم تقولوا أنه سيرجي سيرجوف من الكيبي جي؟ قال الرجل وهو يتأمل الضمار الذي أحدثته الكنبلة أنت قتلت رجل المستحيل قتلت أدهم صبري كانت المفاجأة كاملة ومخيفة مخيفة جدا جدا لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف الميازة يلقى بأدهم صبري برجل المستحيل لقد كان رفاقه جميعا يبقون الآن وهو بالفعل مشهد مستحيل لو متأنا فلن تعدم أن تجد من يرقص طربا أو يكتم دحكة وحشية أما الجالسون إلى المنددة مونى وجهان وقدر وشريف وعادل ونادي وحسام فكانوا يبقون في حرقة كأنما مات الآن حالا صحيح أن بعضهم مات من قبل لكن لا أحد يموت في قصص الجسوسية كما قلنا من قبل وقال قدري وهو ينهي قصته وقل لنا نعلم الباقي لقد وصلت الرسالة من سيرجي كروبوف عدو أدهم القضي الذي صار صديقا له واشترك معه في تدمير منظمة الثعبان التي كونتها سونيا جرها كانت الرسالة تقول أن أدهم مات في لوس أنجلوس في أثناء عملية خاصة لعب فيها دور رجل من الكي جي بي أما قاتله فواحد من رجلي قال إنهم يعملان مع وكالة الاستخبارات المركزية طبعا كان هذا تمويها لأنه لا أحد يقول الحقيقة في المخابرات أبدا لقد مات أول الرجلين الذي كان يسمي نفسه القولونيلي سميس لكن كروبوف كان هناك وستطاع أن يرى أدهم يتحول إلى أشلاء بفعلكم بلا تلقاها في جسده مباشرة صحيح أن أدهم مات كثيرا من قبل لكن الأمر حقيقي هذه المرة قال كروبوف إن أدهم كان يلبس سطرة واقية من الرصاص من نوع خاص لا يبقى الملاحظته لكن الكمبلة لا تجدي معها سطرات الواقية وهذه حقيقة برعا عليها العالم السوفيتي فيدورف لدروف إذ فجر كومبلة في نفسه وهو يلبس سطرة واقية فمات على الفقر أما الجزء الأسوأ في الموضوع فهو تلك العمليات الناجحة التي رحت أخبارها تأتي من أمريكا وأوروبا عن رجل المخابرات رائد وهي الذي استطاع أن يدمر عدة منظمات ويحرق جزيرة كانت مركز لتدريب رجال منظمة العقرب التي بدأت تجمع نفسه أخبار جيدة والمفترض أن تكون سعيدة لكن الجميع كان يعرف أنه لأساس لها من الصحة علامات استفهام كثيرة تحيد بهذا الرائد وهي والأخبار القادمة من مؤتمر الجواسيس غير مريحة سمت من يقول أنه ليس عربيا ولكن تم تلفق تاريخ له وحين تتعلق قلوب الناس به سوف يصدقون أي شيء ويمكنه تمرير أي معتقد قالت جهان ويتسترخي في مقعدها المتحرك الأمور سيئة وكانت عبير قد اندمجت في دور مونة تماما وصارت تشعر بما تشعر به لهذا فعلت الشيء الذي تجيده مونة أقصر من سواها راح تبكي في حرقة مثل الطيف الجميل راح الجميع يتذكر أدهم لقد فرغت دكتور أحمد صبري شقيق أدهم من آخر مريض في عيادته ورح يحصي دخل اليوم استغرق هذا ساعتين إلا الربع تقريبا لأنه كان قد اعتاد أن لا يضيع وقته في عدل جنيهان ما انفرغ من هذا حتى راح يتأمل ويبكي وإلى ذهنه تدعت صورة أدهم صغيرا حين كان في الثالثة من عمره وحين كان أبوهما رجل المخابرات يعد ابنه ليكون رجل المستحيل كان الأب في ذلك اليوم قد فرغ من دروس العبرية وبدأ يعلم ابنه ذات الأعوام الثلاثة درس اليوم في الإيطالية أعطاه قطعة من جحيم دانتي وطلب منه أن يترجمها إلى الألماني وصف على الطفل مرتين لأنه أخطأ في قراءة كلمة انفرنو ولقد قراءها انفالنو لأنه الأحمق يستطيع نطق حرف الراء بعد وصاح فيه الأب خطأ كهذا قد يكلفك حياتك يوما ما ثم قام الصغير بتحويل مصرحية هاملت لشيكسبير إلى اللغة الفنلندي وقام بترجمة عدة مقاطع من شعر بوشكينا روسي إلى الفرنسي وترجم قصيدة أربعاء الرماد لإليوت إلى اللغة السنسيكريتية ثم ترجمها من السنسيكريتية إلى لغة البيديش الخاصة باليهود الشرقي بابا لاس؟ قالها لأبي وهو يقصد بابا خلاص؟ فالحقيقة أن الطفل لم يكن قد تعلم الكلام بعد وهو ما يدلك على أهمية التعليم في الصغر بعد هذا كان على الصغير أن يقوم بصنع بعض القنابل من مبيدات الحشرات وخرج مع أبي في الصحراء كي يتعلم دفن ألغام الدبابات ثم قام بتفكيك وتجميع بعض بنادق الام 16 ومسدسات قولت وفي النهاية ارتدى ثياب الجيدو كي يدخل في صراع دام مع أبي كان الآن برغم أنه لم يمشي جيدا بعد يجيد القراتي والجيدو والتايكوندو والسومو كما أنه برهن عن براعة في استخدام الغازات حين خنق القط وقد أهدى أبوه في عيد ميلاده الثالث كرسي سيانيد يخفيه في ثيابه كي يبتلعه إذا قبض عليه وهي عادة رجال المخابرات القبار الأكفاء الدرس الأخير قبل العشاء كان في التنقر وكان من المذهل أن ترى الطفل أدهم يتنقر ليبدو في صورة وطول وصوت أبي ثم يصير في صورة وطول وصوت أمه ثم يتنقر في صورة صرصور أو عناق الأرض وقالت الأم حين عاد زوجها وابنها من الخارج العشاء جاهز لكن ألا ترى أنك تقص عليه في سنه الصغيرة قال الأب بل أجعل منه أفضل رجل مخابرات في التاريخ أين الولد أحمد فرغى من حفظ كتاب جراي في التشريح وهو الآن يقوم بجراحة نقل مخ صديقه رامي إلى صديقته لميان ابتسم الأب في رضا الحقيقة أنه كان من الأباء القلائل الذين يعرفون كيف يربون أطفالهم أما مونة توفيقة التي هي عبير فتتذكر في حزن الحقيقة أنها الفتاة الوحيدة في العالم التي نالت شرف أن يحبها أدهم وكانت بالطبع تهم به حبا وتغار عليه بقوة كما أنها كانت تقارن بين ما تملك هي وما تملك واحدة مثل جهان التي كانت من أبرع فتاة العمليات الخاصة فتجد أن جهان أفضل وأثقل بمراحل إن الحب كائن غريب حقا أنت لا تحب الأجمل ولا الأقوى ولا الأغنى بل ببساطة شديدة تحب من تحبه تحبه لأنه هو وليس شخصا آخر هذه الحقيقة كانت تعرفها لكنها لا ترتاح لها كثيرا وتشعر أن قوانين الفيزياء والبيولوجي ستعمل يوما ما ولا سوف يميل قلب أدهم إلى من تستحقه وهذا أغرب ما في الأمر المفترض أن تكون أسعد الفتيات وأكثرهن فخرا بحبك هذا لكنه للأسف لم يزدها إلا تعاسى وقلقا وتوترا كانت قلقة بسبب كل شيء قلقة على أدهم الذي يعمل وسط النيران ولابد أن يحترق يوما ما قلقة على حبه لأنه يعمل وسط الفاتينات وكل النساء هنا فاتينات ومن السهل أن يتغير في أي لحظة إنها الآن تتساءل لماذا لم يتزوج بعد كل هذه المغامرات في المرة الأولى هي التي رفضت وكانت حكيمة بالفعل لأنها عرفت أن من يعمل عمله لن يعود في كل مرة هناك مرة ما لن يعود فيها وهي لتتحمل ذلك في المرة الثانية طلو منها الزواج ووفقت فقط لتفقد الزاقرة بعدها وتنسى أنها نسيت يبدو أنها تتذكر الآن لكن بعد فوات الأوان طبعا في العدد رقم 100 ووفقت أيضا لأنها اعتقدت أن العدد 100 أخر الأعداد ويحمل لها مفاجأة صارة من نوع الزواج كما في الأفلام العربية لكن سرعان ما أصيبت بجروح مرعبة ونقلت إلى المستشفى لغرب في أن هذا العدد سميه بالضربة القاسمة إنها ضربة قاسمة لأمالها ولا مراء ويبدو أن هذا العدد كان مجزره للجميع لقد مات حسين وأصيب قدري في زراعي حتى تكلف علاجه نحو المليون من الدولارات إن تدمير منظمة الصعبان التي أنشأتها سونيا جرهام لم يكن هينا وقد دفع فريق الشجعان سمنا غاليا بعد هذا في المرة الرابعة نظرت لنفسها في المرآة فوجدت أنها تحولت إلى ابنة خالد ميدوسة وقررت أن تضحي بسعادتها من أجل أدهم الذي لا استحك أن يتزوج ابنة خالد ميدوسة في المرة الخامسة والأخيرة طلب منها الزواج فصحت فيها عصبية هل تسأل؟ هنا فعل أغرب شيء يمكن أن يفعله رجل يطل بيد فتاة فقد الوعي هكذا أدركت عبير أنه لا جدوى من الزواج من أدهم لا تدري إن كانت هناك مرة سادسة أم لا لكنها أدركت أن أدهم كفرسان النينجا أو الرهبان الذين يفقدون تفرضهم إذا تزوجوا وعلى كل حال هي لا تعتقد أن الزواج من أدهم سيجعلها أسعى وإلا لكانت سعيدة الآن وهي حبيبته الوحيدة كان القلق على حياته سيعذبها وكان وهذا أسوأ القلق على حبه سيصير جنونها شيء واحد تعرفه الحياة ليست لعبة مسلية للطرفيها عنها هي ليست زبونا في مطعم يجب إرداؤه بأي صورة ويؤمن الثقاه أنه دائما على حق إنما نؤتي حظها العاسر يجب أن يتحمل ولا سوف تتحمل جهان أيضا كان لديها ما تتذكره مهامرتها كبديلة لمنامع أدهم لقد برهنت على أنها بارعة جدا وزكية جدا بل إنها كانت جميلة جدا كأية فتاة هنا لكن قلب أدهم بقى معلقا بمنا لأسباب مجهولة يبدو أنه من الطراز الذي لا يحب إلا ما ألفه جيدا وقد خاض 104 كتابا مع منا مما جعل جهان غريبة برغم كل شيء لكنها قاتلت كما يجب وخاضت حربا شريفة ضد السينيورة حتى العدد 121 ثم أصيبت إصابات بالغة ويتدافع عن منا إنها نبيلة أيضا لكن حظها قليل طبعا اتضح أن السينيورة كانت كلوديا التي بعثت ثانية بعد 50 كتيبا كي تحاول السيطرة على العالم وهذا ما استطاع أدهم أمن يمنعه بنجاح صاحي على كل حال لم يبخى الأدهم على جهان بالعلاج ويبدو أن نفقات علاجها قد تجاوزت الثلاثة ملايين من الدولارات وهو مبلغ كافي لصنع واحدة أخرى لشد ما كرهت منا لشد ما تشاجرت معها أكثر من مرة ألد عدوة في التاريخ هي عدوة مرأتين تحبان نفس الرجل هذه عدوة ترتجف لها قلوب السفاحين وتتورت ديناصورات خوفا منها وتدخل الأفاعي جحورها وهي تهنئ نفسها على السلامة والشعور الذي تشعر به الآن نتحدث عن جهان طبعا للأفاعي هي نوع خبيث جدا من الرضا على الأقل لن يكون أدهم لسواها نحن الآن متعدلتان يا حبيبتي هكذا قالت لمنا في سرها وابتسمت ابتسامة خبيثة حاولت أن تخفيها حين فرغت سونيا جرهام من كراءة الرسالة الإلكترونية التي وصلتها لم تملك دمعة سالة على خدها الجميل كانت تتمتع بخبرة أعوام في العمل السري وتعرف الخبر الكاذب حين تسمع واحدا لا هذا الخبر ليس كاذبا إنه صحيح لقد مات أدهم أكثر رجل أحبته وأكثر رجل كريهته وشعرت بإزلاله في حياتها لقد اعتدت على أن تعتبر الرجال مجرد كائنات حمقاء كسيفة الشعر تفوح منها رائحة التبغ من دما تموت أما هذا الرجل فمختلف تماما إنه جدير بها الحقيقة هي أن سونيا جرهام من أجمل الشخصيات التي كتبها دكتور نبيل وأعقدها إنها تحوي كل ألوان الطيف وكل درجات السلم الموسيقي ويمكنك بسهولة أن تصدقها وهي تذبح ضحاياها أو وهي تحب أو تداعب طفلها أو تبكي تأثرة في قصص الجاسوسية تكون كل الشخصيات أحادي إما بيضاء كالثلج أو سوداء كالفحم من الصعب أن ترى شخصية رماضية بهذه الجودة كل حياتها كانت صراعا لتدمير أدهم ثم للفوز به وكانت أجمل لحظة في حياتها عندما سقط قطفل فاقد الظاكرة في قبضتها فتزوجته وأنجبت منه ابنهما وحين غضبت منه فعلت كأي زوجة أخرى تفشت عند أهلهم لكن حين تطفش واحدة مثل سونيا فإنها تفعل ذلك على طريقتها تحرق البيت وتأخذ الولد إلى إسرائيل وكانت تعتمد على هذا الإبن الذي أطلقت عليه اسم سلمون إفرام صاروف وهو كما ترى اسم يهودي جدا كأنه شمعدان سباعي لكن أقوياء الملاحظة يعرفون أنه يحتوي على حرفي الألف والصاد ليرمز إلى أدهم صبري لأن عاطفة الأبوة لا تخذل أحدا لأن عاطفة الأبوة لا تخذل أحدا وقد حاول الرجل أن يسترد ابنه وفشل لحظة يقول بعد القراء أنني نسيت أن سونيا ماتت في الفصل الصابق أقول لهم أنهم هم الذين ينسون أنهم يقرؤون قصة مخابرات حيث لا أحد يموت أبدا ظننت هذا واضحا والأدهى والكلام لسونيا أن ذلك الأحمق رائد وهيب الذي اخترعه جواسيس العالم لا يملك ذرة من سحر أدهم صبري ولا كريزما أدهم صبري إنه بالفعل كما هو مجرد دمية فلو كانت تجيد العمية المصرية لقالة المثل الانصاص آمد والأولب نامد لكنها لا تجيدها فقط تتكلم العربية الفصحة الخنفاء بصفاتها إسرائيلية من وقت لآخر وتنهدت سونيا وأدركت أن الحياة من بعد أدهم شقة جدا لا يمكن الحياة مع هذا الرجل ولا يمكن العيش من دونه كان المسدس أمامها على المندضة جوار الكمبيوتر الذي ما زالت شاشته تحمل الرسالة الإلكترونية وكان الإغراء شديدا لا تنكر هذا في البداية قامت بمسح القرص الصلب أو تهيئته فرمات وهكذا أزالت كل ما يمكن أن يجده الفضوليون ثم مسحته مرة أخرى ببرنامج من برامج المسح التي يستعملها الجيش الأمريكي وتكون بالكتابة ست مرات على نفس الموضع رجل المخابرات الجيد لا ينتحر قبل أن يمحو بياناته من الوجود ثم رفعت المسدس وألصقته بصدغها وضغطت الزناد ضغطته ببرود وبلا مبالاة وبقوة وبقصوة أفق لو أن أحدا رأى هذا المشهد لا عرف لماذا يلقى بأدهم صبري برجل المستحيل والسبب هو أن أدهم صبري كان الوحيد الذي يمكن أن يدخل مقر وكالة الاستخبارات المركزية ويخرج حيا لكن كان من الواضح أن هذا المتسلل لم يكن رجل المستحيل لقد دول انفجار في المكان رهيبا شنيعا عاتيا كاسحا مخيفا وفي النهاية دخل الحراس الأمريكيون المكان ليجدوا أن عليهم تنظيف كل هذه الفوضى والجدران التي صار لونها أحمر قال الحارس الأول بالله عليك يا رجل اطلو فريق الأمن وقال الثاني لقد فجر المتسلل جهز التأمين إنني لو أحب هذا المشهد يا رجل لكني أشعر بأنه ضروري وقال الثالث كان يحاول سرقة ملفاتنا يا رجل ولعله نجح ثم انحنى أحدهم دفحص الرأس الملقى جوار الباب وأصابه الظعر فصاح ينادي الآخرين إنه ليس المتسلل يا رجل إنه مايك زميلنا لقد فجر الجهاز مايك زميلنا إن المتسلل هنا في مكان ما يا رجل وأدرك الرجال أن المتسلل لم يكن رجلاً عادياً لقد كان عميلاً خارق القدراء جداً إلى أقصى حد قالت سونيا جرهام لإبنها وفي كل مرة أعرف أنه حي هذه المرة حقيقة هذه المرة هي الأهم وصمتت لم تكن تعرف هل يجب أن تخبره بالتاريخ الكامل لأبيه كيف أتعبها وأرهاقها طيلة هذه الأعوام وكيف تسبب في طردها من المساد وكيف أنها تحبه كما لم تحب أحد وكيف أنها تمكته كما لم تمكت أحد لكنه الصبي للأب مجرد صبي دعه يعيش حياته الآن وكانت تعرف أنها ستجعل منه أهم ضباط المساد يوماً ما سيكون أعظم ضابط مخابرة في العالم هذا هو انتقامها الأخير من أدهم صبري سيكون انتقامها الأخير والأخطر والأعنف عقد رئيس المساد حاجبيه وقال لمساعده فيما معناه أعتقد أن المجال صار مفتوحاً أمامنا فابتسم مساعده وهو يتفحص مجموعة من التقارير القادمة من أرجاء العالم وقال هارتس حدشوت فيما معناه بالفعل يا سيدي بعد موت أدهم صبري صار كل شيء ممكن قال رئيس المساد الذي فرغت حصيلته من الكلمات العبرية لا أرى ما يمنع من بدء مشروعنا الأكبر الآن إن هؤلاء العرب سيجدون أنفسهم في مأزق كنا نخشى أن يعقنا أدهم صبري لكننا الآن نعرف أنه مات قال مساعده ربما كانت خدعة لا لا خدعة في الأمر لقد حصلنا على البصمات الجينية لبقاياه ونحن متأكدون من نتيجة الفحص في معاملنا من أن هذه الأشلاء تخص الرجل فعلاها حيين ببراعة ضحك رئيس المساد وقال والأدهى أن مجموعة أدهم صبري لن تجد إلا أن تعمل مع رائد وهيب الوجه الجديد المشرك وهم لا يعرفون أنه رجلنا هكذا سنتخلص منهم واحدا تعلو الآخر ها 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 وانفجر يضحك ويدحك 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 الآن يتم الاجتماع في مقر رجال العمليات الخاصة في عاصمة أوروبية لن أحددها كي لا يقاضوني المجتمعون هم منا وجهان وقدري وشريف وعادل ورهام وحسام ومن فضلك لا تقول أن عادل وحسام قد مات فهذا يدل على أنك رجل عادي لا يفهم شيئا في الجسوسية كانت الفرسة الذهبية لأن هذه من المرات القليلة التي لم يخطف فيها القدري وكان يستمتع بالتهام بعض الشطائر والعرق يسير من وجهه الشحي كأن ما يحارب لا يأكل وقد قاموا بفتح التلفزيون والمزيع كما قاموا بفتح كل سنابير المياه برغم أنهم يعرفون جيدا أنه لا أجهزة تصنط هنا كانت رهام تتسلى بتركيب لغم أردي وهي هويتها حين تتابع شرحا ما لأنها تساعدها على التركيز وكانت جهان تتسلى بالنظر إلى مونة في كراهية من فوق قناع الأكسجين الذي تثبته من آن لآخر وكان حسام يتسلى بالنظر إلى مونة في وله وحياء وكانت مونة تتسلى بالبكاء في صمت قال قدري وهو يضغط على ذر جهاز العرض يجب أن نقبل الحقيقة وأن نعود لعملنا لقد عودنا أدهم على أن ننظر إلى الأمام وأن نقبل الخسائر باعتبارها جزءا من عملنا وارتجفت شفتيه السفلة وابتلع دمعة ثم أرضف علينا أن نبدأ العمل دون إبطاء هلوم يا حسام اشرح لنا أنتم تعرفون أن حسام هو بديل أدهم صبري الذي يتحرك شوقا للعب دوره وقد فعلها عندما فقد رجل المستحيل ذاكرته وعلى الشاشة بدأت اللقطات الأولى التي تمثل صاروخا ينطلق إلى السماء ثم يتخذ ذلك المصارى الملحني قال حسام بصوتيه الراجف قليلا وهو يضع يديه في خسره منذ هذه اللحظة أنا ننواحد قائد العمليات ولا سوف تطيعون أوامري في ضقة إنما أريده من هذه اللحظة لهو روح الفريق ثم نظر إلى الشاشة حيث كانت صورة الصاروخ قد اختفت لكنه وصل الكلام هذا هو القمر الصناعي الإسرائيلي أفق وهو الحلقة الأخيرة فيها سلسلة وهو الحلقة الأخيرة في سلسلة الأقمار الصناعية التي أطلقتها إسرائيل للتجسس على جيرانها هناك أقمار سقطت وأخرى فشلت مهمة إطلاقها لكن هذا النموذج هو الأقرب للنجاح ثم نظر إلى الجالسين وقال مهمتنا بسيطة جدا هي تخريب هذا القمر هذا معنى إهضار أعوام من البحث والإنفاق بالنسبة للعدو بالإضافة إلى تدمير معنوياته سأله عادل وهو يعقد حاجبيه ويخد أشياء في ورقة هذا كلام جميل لكن هل لديك اقتراحات من القمر في الفضاء فعلا؟ قال حسام وهو ينظر له في ضيق لو انتظرت حتى النهاية لسمعت ثم تبدلت صورة الشاشة لتظهر رجلا أسيويا أصلع له شارب نحيل جدير بوغد وقد بدأ على وجه الرجل أنه يعرف الحل خبير الصواريخ الياباني ميكونا جازي الذي يطلقون عليه اسم البروفوسير قام بتصميم الصاروخ بوشيدو القادر على تدمير أي قمر صناعي في مداره وقاعدة الإطلاق هي جزيرة في جنوب شرق أسيا سيكون علينا أن نتواجد هناك ونجري الصفقة ومن دون أن تشعر بنا أجهزة المخابرات هل من أسئلة؟ سألته جهان نعم هل قريب هذا من قبل؟ كم قمر صناعيا دمر من قبل؟ قال حسام قدرة الرجل لم تختبر قط إذن على أي أساس تثقون به وتعتبرونه البروفوسير؟ ابتسم حسام وقال ليس لدينا الخيار إن الصواريخ التي تدمر الأقمار الصناعية لا تباع في ميدان العتبة لو كنتم قد لحظتم هذا ألا ترى أن في هذا نوع من التهور لا بأس به؟ كان الشريط قد انتهى فأطفأ آلة العرض ليجدوا النوم في الظلام التام وهنا انفجرت آلة العرض كما يحدث دائما في هذه الشرائط المهم واحترقت الورقة التي في يد عادل تلقائيا قال حسام بلى لكن هذه هي مهمة الفريق الذي سيذهب إلى هناك والذي لابد أن يتضمن شريف خبير الإلكترونياء علينا أن نعرف أولا إن كان الرجل يستطيع سألته عبيرة التي صارت منا وهل نذهب إلى الجزيرة لنخبره أننا جئنا لنرى ما يستطيع عمله ثم نقرر لا الرجل يعرف عنه كل شيء وقد مهدت دن كارولينا لزيارتنا بدقة أنتم تعرفون أنها مستعدة لعمل أي شيء لأدهم ورفق قال قادري وهو يلتهم آخر شطيرة في الطبق ليكن الفريق تكون من منا والشريف وحسام ورهاب لا أعتقد أنني وجهان سنفيدكم كثيرا التحرك صباح غد وإنني لا أتوقع منكم أن تعودوا إلى روح الفريق بأسرع ما يمكن ومن جديد أكرر يجب أن لا يشعر بنا أي جهاز بخبرات كما لا أريد أن يشعر بنا ذلك المهرك صنيعة المساد رائد وهيد وبدت في عينيه نظرة جادة وصارمة ومقلقة ومتوترة بينما سونيا جيرهام تخرج من ذلك الفندق في استوكولم شعرت شعور غريبة إن حساتها السادسة مرهفة وقد جعلتها تتوقع هجوما هجوما ببنادق آلية من أربعة رجال يركبون سيارة ألمانية ضرقاء وأحد هؤلاء الرجال يعرج نوعا ويتكلم بلهجة روسي هي لم ترى شيئا من هذا لكنها شعرت به إن الجاسوس يجب أن يعرف هذه الأشياء لهذا أخرجت مدفع العزي الصغير الرقيق الذي روطته بشريط أحمر أنيق وكمنت بين السيارات تنتظر قدوم هذه السيارة من هؤلاء؟ لماذا هي بالذات؟ لا تعرف لكن لها أعداء بعدة شعر رأسها وكلهم يتمنى أن يراها جثة ملطخة بالدم على قارعة الطريق لكن الهجوم لم يأتي من الأمام كما توقعت جاء من الخلف من السيارة التي احتمت بها من النافذة خرجت يد بكفاز حاملة مفضعا ومرت بالنصل تحت عنقها بدقة بقصوة ببرود بوحشية بشراسة بكراهية جزيرة الجواسيس لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف لماذا يلقى بأدهم صبري برجل المستحيل لكن دعنا من أدهم قليلا فهو ليس هنا للأسف راح ربان السفينة ينظر في دهشة إلى هذه المجموعة من السياح لقد رأى أغرب منهم في حياته ولكنه لا يفهم ما هو الشيء الجذاب الخارق للعادة في جزيرة مقاوة بحيث يقصده كل هؤلاء السياح لكنه لا يسأل المهم أن هؤلاء السادة يدفعون يدفعون بسخاء يمكنك أن ترى المجموعة منهم فتاة شقراء رائعة الجمال يبدو أنها أمريكية ويبدو أن الفتاة التي معها شقيقتها الأقل جمالا وهناك ذلك الشاب الإسباني العصبي قليلا ثم ذلك الفتاة الفرنسية النحيل زلعوينات لا أحد يبدو عليه أنه يعرف الآخر لكن سماعا ما تجمع بينهم إنهم عصبيون كالقطط لكن البحار يتكلمون وكانوا يقولون شيئا عن رجل ياباني يعيش هنا رجل خطير خطير جدا وكانوا يقولون أن كل هؤلاء الذين يأتون هنا رجال مخابرات لكنه لم يكن يسأل أسئلة ما دام يتقاد راتبه بالتمام والكمال أمس أحضر هنا رجلين يبدو أنهم من الروس كان كل واحد منهما ضخما كالثور باردا كالثل وكان من الواضح أنهم خطيران لأن أحد البحارة حاول أن يضيق أحدهما فلم يجد أنفه في موضعه هؤلاء الروس يجدون استعمال المدية حقا منذ أسبوع أحضر شابا فارع القامة وسيما كموديلات الإعلانات له تلك الضقن المشكوقة التي تميز أبطال القصص المصورة واثقا من نفسه كرعاة البكر كان الشاب يزعم أنه استرالي وأن اسمه دوجلس لكن ربنا السفينة المحنك الذي علمته السنون لم ينخدع بهذا من الواضح تماما أن الشاب يضع رائد ومن الواضح أنه إسرائيلي يتظاهر بأنه عربي عرف هذا بخبرته على الفور لكنه لم يكن صاحب رأي في هذه الأمور كان كل شيء يتساوى مدام ينال أجره أجره في النهاية في النهاية النهاية تريدون عشاء؟ التقى حاجب الياباني العجوز بعدما قال هذه العبارة وهو يتأمل هذه المجموعة من السياح في مطعمه قال له الشاب الإسباني العصبي نعم نريد طبقة من السوشي ولكن من دون ساكي فكر الرجل قليلا وتأمل الوقفين ثم قال في حضر اتبعوني ومشى إلى نهاية المطعم الذي كان يعجب الأشخاص المريبين يسهل على المرء أن يعرف الجواسيس حين يراهم وحقا كانت جذيرة مقاوة قريبة من اليابان هي ملتقى جواسيس العالم من الصعب أن تجد هنا مواطنا بريئا أو شخصا أحمق لا يعرف ما أتى به هنا وكان الأهالي يطلقون على الجزيرة فيما بينهم اسم نادي الجواسيس طبعا كانت كلمة السر هي طبق من السوشي بدون ساكي وهو ما كان يؤدي إلى اختلاط الأمور بالنسبة لعدد من السياح العاديين الذين هم فعلا يريدون طبقا من السوشي بدون ساكي وعندها كانت تخلص من هؤلاء واجبا حقا لا بد من ضحايا في هذا العالم الخطر مشى الرجل إلى نهاية المطعم ورأت عبيرا التي كانت متنكرة كشكراء أمريكية رائعة الجمال نصف دستة من الجالسين تلصصونا في شوق لمعرفة ما سيحدث ورأت أكثرهم يكلم كمه أي يتكلم في جهاز الاتصال المثبت إلى معصمة إن فتح باب ثم انفتح باب آخر يفضي إلى مغزن الخمور ثم انفتح باب ثالث كانت هناك قاعة بلا نوافذ ولا أبواب غير المدخل تحيط بها مواسير ماء صدقة وبعض الفئران تلعب هنا وهناك قال الإسباني الذي لم يكن سوى حسام هل سيقابلن هنا؟ هز اليابان رأسه في أدب ثم انسحب من القاع انغلق الباب خلفه ووقفوا ينتظرون عبير لم تحب هذا وذكرها الموقف بالكمائنة التي تراها في السينما وكادت تقول هذا حين بدأت المواسير تنفجر بالماء وأدركت أن المكان معزول تماما إن الماء يرتفع قالت وهي تنظر إلى الأرض في رعب إنه كمين بالفعل لقد اقتضنا الرجل إلى كمين وعقد حسام حاجبيه إن الموقف رهيب وخطير خطير جدا وضعت سونيا جيرهام سمعت الهاتف ورحت تنظر إلى الجهاز في توطر لقد كانت المكالمة مهمة صحيح أن هناك نحو ألف جهاز مخابرة قد حصل على نصها الآن لكنها لم تستطع الانتظار حتى تشغل جهاز تشويش الصوت لقد اختفى كل أصدقاء أدهم صبري كلهم غادر الفندق وتفرقوا ثم لم يعد لهم من أثر أين ذهبوا؟ لقد مات أدهم صبري بالفعل لكنها ما زالت تعتبره حيا في رفاقه وفي فريق العمل الذي كونه وما زالت تجد أن من واجبها التصدي لأي خطة يزمع هذا الفريق عمله أين هم؟ بالطبع هم في مهمة سرية إنها تعرف أن عددا من الجواسيس اتجهوا إلى جنوب شرق أسيا لغرض ما وبحساتها التي لا تخطئ أدركت أن هناك شيئا ما يدور هناك لكن ما هو؟ لو كانت على علاقة بالموساد لاستشارتهم لكنها تردت أن الموساد طردا مهينا والسبب أدهم صبري الذي لقنها درسا لا بأس به في الماضي عليها إذن أن تعمل وحدها إن المعلومة في هذا المجال الذي تعمل فيه تساوي الكثير تساوي الملايين وهذا هو عمل الجاسوس المستقل الذي لا يعمل لحساب دولة ما وإنما يعمل لنفسه يمكن القول دون خطأ كبير أن رفاق أدهم جميعا في تلك الوجهة الإسيوية وعليها أن تلحق بهم هناك رفعت سماعة الهاتف واتصلت بتوني بورسالينو الذي يعمل واجهة لها في كل شيء قالت له أريد الصفر إلى المكسيك يا توني احجز لي تسكرة على طائرة السادسة مساء بعد غد طبعا كما يعرف القراء الخبراء معنى هذا أن عليه أن يحجز تسكرة إلى توكيو في طائرة الواحدة بعد الظهر ووضعت السماعة وضحقت ضحقت ضحكة ضحكة مرعبة جدا في وكرة الاستخبارات المركزية ما زال الرجال يفتشون عن ذلك المتسلل الغامد الذي سرق كل ما تعرفه الحكومة الأمريكية قال أحدهم لزميله هلوم يا رجل إن هذا الفتى لا يمزح إنه محترف وما شاء كل واحد منهم يستكشف أحد الممرات وكانوا قد طلبوا الكلب البوليسي الشارس ساتان لكنهم عرفوا أنه التهم مدربه اليوم فقط دخل أحد الحراس ممرا جانبيا ومسدسه في يدي وهو ينظر وراء كل مضخة إطفاء أو منصة صغيرة لهاتف أو أي شيء يوضع في إدارة المخابرات هنا شعر بشيء غريب نظر لأعلى فوجد جزء من سترة رجل تتدلى بين ألواح الصقف المتحرك البلاستيكي ابتسم في سره لم تكن خطة سيئة بالواقع ليست سيئة على الإطلاق لكن ما ينساها المتسلل هو أنهم محترفون ولا يلعبون البيكابو أو المساكة الأمريكية وهكذا كل ما عليه هو أن يطلق طلقة على هذا الشيء أخرج مسدسه وصوب الفوهة لأعلى ودار دحكة وحشية ثم أطلق الرصاص من مسدسه كاتم الصوت انفتحت ألواح الصقف وتدلى الجسد من أعلى كأنما هو مربوط إلى الصقف لكن الوجه الذي رأاه لم يكن وجها غريبة كان وجه صديقه ويلد عرفه برغم أنه مقلوب صح في حيرة وذهول لكن ما الذي هنا خرج عليه شخص ما من وراء مبرد المياه الموجود في الرقم وحجله بلكمة في فكة ثم لف ساعده حول عنقه وضغط بقوة حتى الشمل ثم ضربه على رأسه للتأكيد ثم رقله في خسره ثم ضربه بسيف يد على كتفه ثم هو بمؤخرة المسدس على رأسه ثم أخرج محقانا مليئا بالصم أفرعه في عروقه ثم شنقاه بحبل ثم ربطاه إلى سلك كهربي وقام بتمرير 1500 فولت في جسده ثم أطلق عليه 10 رصاصات من المسدسة الذي يتسع لست طلقات حدث كل هذا بسرعة المحترفين وبراعتهم ثم أن المهاجم جر الحارس إلى حجرة جانبية كي يخفيها عن العيون عن العيون العيون جلست سونيا جرهام في الطائرة تقرأ مجلة أزياء باريسية وجاءتها المضيفة بالعشاء فافتسمت لها في رقة وقالت وهي تنظر لساعتها معزرة هل اقتربنا؟ إنني متوترة جدا ضحكت المضيفة وقالت هل مرة الأولى لك؟ هزت سونيا رأسها في توطر الحقيقة أن هذه كانت المرة الأولى بعد المليون تقريبا لكن كان الخداع طبيعة ثانية لديها في هذه المهنة لا أحد يعطي معلومات مجانية ومهل الرجل الجالس كواريها عليها وقال لا تقلقي يا كاتكوتا إن الطيران صار أكثر أمنا من الماشي في شوارع لندن كاتكوتا؟ ونظرت له في غيز وغل كان رأولا قصيرا أصلع يبدو مصرورا جدا لأنه يستطيع أن يبدو قويا أمامه من فوق صنيت عشائه نولها بطاقة صغيرة وقال شارل ميلو محاسب بلجيكي ثم رشف رشفة من كأسه ورح ينتظر رد فعلاه في شغف أخذت البطاقة ومزقتها بدقة إلى قطع صغيرة وضعتها في صانية عشائها وقالت بجفاء مرل من رو ممثلة أملكية رح يضحك وسالة دمع من عينيه وهو يضرب المسند مرارا هاها أنت تمزحين هاهاها ظريف جدا ظريف ثم مال عليها من جديد وقال إن صفر فتاة جميلة مثلك وحيد لا يدفع المرء دفعا إلى أن يعرض خدماته وحمايته عليها أنت تعرفين كلما كانت الفتاة كتكتكنا فجأة تقلص وجهه وجحزت عيناه فكر عبطة عنقه وحاول أن يقول شيئا ثم سرعان ما هو رأسه على صدره بينما رائحة اللوزة المر تفوح من حوله لقد أدى كرس السيانيد الذي وضعته في شرابه عمله جيدا أرحت رأسه على مسند المقعد وابتسمت وعادت تطالع المجلة في اهتمام لا شيء يضيقها في الصفر إلا ثرصرت جيران المقعد لكنها ليست مستريحة حساتها السادسة تقول لها إن شيئا ما ليس على ما يرام وهي اعتادت أن تحترم حساتها السادسة هذه فلطالما أنقذتها من مواقف أسوأ بكثير هل هناك من يعرف أنها سافرت؟ ليست لديها أوهام لا توجد أسرار في عمل الجسوسية إن الأخبار معروفة لكل منظمات التجسس في العالم ولا شك أن جريدة عالم الجواسيس نشرت صورتها في الصفحة الأولى وهي تصعد متنكرة إلى الطائرة لكن هذا لا يدل على وجود خطر ما إلا لو كان هناك من يريد منعها من في هذه اللحظة دول انفجار وانشطرت الطائرة إلى نصفين وسقطت بسرعة رهيبة مفزعة لا تصدق البروفيسير لو أن أحدا رأى هذا المشهد لا عرف لماذا يلقى بأدهم صابري برجل المستحيل هو فقط الذي كان يستطيع إخراج رفاقه من هذا المأزق لقد أفرع حسام الكثير من طلقات الرصاص في الباب وجربت ريهام بعض مفرقعاتها على القفل لكن بدأ أن الباب لن ينفتح أبدا قال تعبير لهم وهي ترتجف لا تقلق يا رفاق لابد أن هناك حلا لكن من يراها كان يدرك الحقيقة بوضوح تاب لا يوجد حل من أي نوع الماء يرتفع حتى بلغ الصدور والوقت يمر هذه ميتة شنيعة ميتة مملة ميتة بشعة قال الشريف الذي لم يعتدي أن يوقف عقله أبدا لكنني لا أفهم لماذا يحاول أحد أن يقتلنا التقى حاجب حسام في نفاة صبر القصة واضحة الإسرائيليون يعرفون كل شيء عن نويانا ورتبوا لنا هذا الكمين ربما لا يوجد بروفوسير على هذه الجزيرة أصلا ربما صاحب المطعم مرتاشي النتيجة واحدة ثم بدت علي رومانسية مرعبة وهو يقول لعبير مونة بما أن هذه لحظة الحقيقة فلابد أن أصارحك بأنني هنا توقف إذ لاحظ شيئا غريبا وقد كفى الماء عن الارتفاع قالت عبير التي تقوم بدور مونة وهي تتحسس المياه لا أدري إن كانت الأمور تتحسن أم أن هذه هي اللحظة التي يبدأ فيها الماء في الغلياء لكن كل شيء كان يقول إن الأمور تتحسن بعدها بدأ المستوى يغبط ويغبط ويغبط كانت هناك فتحة واسعة كرب القاع كأنها بالوع ومنها كان الماء يتصرب لقد فتحها أحدهم وأطل رأس من الفتحة لم يتبينوه جيدا وهتف بسرعة يمكنكم الخروج من هنا كانوا مبتلين كقطة صغيرة لكنهم رقضوا إلى هناك وحشروا كل منهم جسدية عبر الفتحة التي يبلغ قطرها المسافة التي بين كتفيك بالضبط أخيرا وجدوا أنهم يقفون في نفق قبير تغمر المياه أرضه وكانت هناك سيارة جيب تقف بانتظارهم أما عن الذي كلمهم فقد كان الشاب فارع القامة وسيما كمدلة الإعلانات له تلك الضقن المشهوكة التي تميز أبطال القصة المصورة واثقا من نفسه كرعات البكر قالت له عبير وهي تمسح الشعر المبتلة عن عينيها أنت؟ أنت رائد وهيب؟ ابتسم في أناقة على طريقة جيمس بوند وقال في خدمتك يا أنستي اندفع نحوه حسام مكورا قبضته وهيهتف أيها الوغد أنت مجرد عميل أنت لن تخدعنا كما خدعت سوانا هل أنت متأكد من هذا؟ قالها رائد وهو ينحني ليتفادى الضربة ثم بحركة جيدو بارع لف زراعي حول خسر حسام فألقاه على الأرض ودفن ركبتيه في منبت عنقه ثم التقى حاجباه وقال لهم هو ما زال حيث هو لست هنا للدفاع عن نفسي هل تريدون لقاء البروفيسير أم لا؟ صحة عبير نريد إذن تعالوا معي نهضوا وركبوا السيارة وسرعان منطلق رائد بها عبر النفق الطويل الذي لم تكن تنيره إلا أضواء خافتة على الجانبي لم يبدو سيئا بالنسبة لعبير وقالت لنفسها إنه قد لا يكون إسرائيليا على الإطلاق إن حبهم لأدهم وانبهارهم به قد يجعلهم أكثر عدوانية مع كل من ليس أدهم تلقى حاجباه وهو يقود السيارة وقال لها فعلا أنت محقة نظرت له في دهشة فقال فعلا أنتم مستعدون لقراهية كل من ليس أدهم حتى لو كان في صفكم هذه هي المشكلة هل تقرأ أفكاري؟ تلقى حاجباه وقال في غمود رجل المخابرات البارع يجب أن يفعل ما هو أكثر سألته ريهام التي كانت منهمك في إعداد بعض ألغام الدبابات وهي جالسة في المقعد الخلف لماذا تعرضنا لمحاولة القتل هذه؟ قال في غمود مرة أخرى كلا لم يرد الرجل قتلكم كان يرد التأكد من أنكم رجال مخابرة حقا هناك نوع من المرشح أو الفلتر الذي لابد من المرور به قبل أن تقابل البروفيسير إن هلكتم كنتم من المدعين وإن نجوتم كنتم رجال مخابرات وصار من حقكم مقابلة الرجل لكننا رجال مخابرات وكيدنا نحلك برغم هذا لكنكم نجوتم هذه المحصلة الأخيرة دنت السيارة من نهاية النفق وبدأت الأرض المبهدة عندها زاد رائد من سرعة السيارة وخطر العبير أنه لو كان يخدعهم فقد فشلت المهمة قبل أن تبدأ إن لهذا تبعات خطيرة خطيرة جدا اقترب القارب من الجزيرة وعلى الظهره تلك الشقراء الفاتنة التي يمكن أن نتذكرها على الفور إنها سونيا جرهام عدو أدهم صبر اللدود والتي حسبناها هلكت عند انفجار الطائرة بالنسبة للربان زعمت أنها فتاة فرنسية بالهاء لكنه كان يعرف ما هو أفضل إنه ليس ابن الأمس أو معدوم الخبرة كما تقول المجلات المصورة هؤلاء القوم من النوع الذي يبعث بطاقته على شكل رصاص من الواضح تماما أنها جاسوسة إسرائيلية وأن اسمها سونيا جرهام وأنها كانت متزوجة من مصري فقد الزاقرة يدعى أدهم صبري قال لها وهو يرسو بالقارب إلى شاطئ الجزيرة أنت زاهب إلى المطعم طبعا قالت في غمود وهي تضع مصاحقها أنا جائعة هذا حقيقي أزده لها النصيحة القلبية التي يزديها لكل قادم إلى الجزيرة اطلبي منهم أن يقدموا لك طبقا من السوشي لكن من دون ساكي وضم إبهامي إلى سبابته ليوحي بأن الطبق ممتاز وأرضف بالفرنسية ليوحي بأنه راقي إنها سبيسيالتي خاصة بهم لم يكن يعرف كلمة السر لكنه بحماقة كان يزيد من عدد هؤلاء الذين تورطوا في شبكات التجسس وهم أبرياء هزت سونيا رأسها إنها بالفعل ملعب السوشي خاصة من دون فوديكا ما زلنا في وكرة الاستخبارات المركزية لقد تنقر المتسلل في ثياب الحارس وخفض الكسكات على عينيه ثم ماشى في ثقة بين الرجال الذين يبحثون عن المتسلل سأله أحدهم هل وجدت الرجل يا رجل؟ قال بلهجة أمريكية ممتازة كأن أمه من فرجينيا لا لو سألتني لقلت إن الوغد يجيد الإختفاء إنه جيد يا رجل فالأشنق لو لم يكن جيدا يجب أن يجد المخرج يجب ماشى في ذلك رواق الطويل المفدي إلى الخارج وهو يضع في مشات كل الاستهتار والثقة الأمريكيين خاصة حين يكون هو من أبناء ذلك المكان قابل مجموعة من رجال السوات الذين يرتدون الدروعة الواقية للرصاص والثياب السوداء وقد حمل كل منهم بندقية آلية مزودة بكشاف وثبت على أذن سماعة تتصل لسبب ما بعدسة مثبتة أمام عينيه اليسرى وهذه العدسة ترسي الأشعة الساطعة لا أعرف جدو هذا الإجراء في الحقيقة لكنه يبدو رهيباً وأصلح لملصقات أفلام الأكشن يبدو أن العالم قد انقلب رأساً على عقب في الخارج وأن كل قوات الأمن الأمريكية تحصر المكان سأله أحدهم وهو يقف خلف الجدار رفيعاً في وهت البندقية الأعلى هل من أخبار؟ قالوا هو يقذف لفمه بقطعة أخرى من اللادن يا للجحيم لا إن الرجل اللعين جيد لا أشنق إن لم يكن جيداً لكن أنا سنصفر به ونرقل الشيطان ليخرج من أحشائه سوف نصنع منه هامبرجر يا رفاق كان هناك رجل ذنجي عملاق يرتدي معطفل وكل جلده يلمع وكأنه حزاء فرنيه فاخر لابد أنه رئيس الشرطة كلهم زنجي ولا أعرف سبب من لذلك كان يوجه الكلام لرجل من اللسوات يضع كاسكت يغطي نصف وجهه ويبدو متقدماً في العمر عن الآخرين رجالك لا شأن لهم بهذا العمل إنهم من اختصاص شرطة الأي وأنا أقول لك إن رجالي سيتوالون من هنا دفع الزنجي إصبعه في صدر الرجل وقال لن أسمح لكم بالتدخل أنا أعرف عملي جيداً وضع رجل لسوات يدي في كيبي وصاح إن مكالمة واحدة لجون مايرز ستكلفك منصبك لن تجد إلى آخر هذا المشهد الذي يحدث في كل الحلقات التلفزيونية وكل الأفلام إلى حد أنه لا داعي لتضيع الوقت في سرده لعل ما يميز فيلماً مثل مولان روج أو الرقص مع الزئاب أنه لن تجد فيه هذا الموقف ولهذا تفوز هذه الأفلام بجوائز الأسكار هنا صاح أحد رجالي لسوات إلى رجل يمر بجوار الرجلين لحظة إن هذا الرجل لا يلبس حزاء رجالي الأمن وقبل أن يفهم أحد ما حدث رقع رجال لسوات على ركبهم وانطلق سالم من الطلقات لم يعد أحد يرى شيئاً من الدخان كان الهجوم عنيفاً كاسحاً بحق الآن تغير المشهد تمام لم يصدق أحدهم ما رأاه حين بدأت السيارة الجيب تشوق طريقها وسط مساحات جاسعة من الأرض كل شيء فيها يبدو كمعسكر حربي لكن الغريب في الأمر هو أنه لم تكن هناك سماء السماء كانت عبارة عن شبكة هائلة ضيقة الفتحات تعلق بعشرات الأوتاد العالية التي يبلغ ارتفاع الواحد منها عشرة أمطار وكانت هناك أضواء معلقة بالأوتاد بينما الشبكة تحمل جزور نباتات تتذل قال رائد وهو مستمر في القيادة هذا كمفلاج تموية إن هذه الشبكة تبدو من أعلى كأنها قطعة متجانسة من أرض الجزيرة ولا تستطيع أي طائرة استطلاع أو كمر صناعي أن يتنبأ بوجود هذا المعسكر تحت ولو عرف الأمر كان بهذا لدك المكان كله خلال ساعة قال تعبير لكن الجزيرة تعج بالجواسيس تعج بالجواسيس المستفيدين هذه النقطة ثم أن أكثرهم لا يعرف طريقة الوصول إلى هنا ومن خلفها دنى حسام ليقول في ولع مونة كنت أعترف بحبي لك في القبو لأنني حسبتها لحظة النهاية وقالت محاولة تخلص منه لكنها لم تكن كذلك لا مشكلة كلنا يخرف عندما يشعر بأنه لمفر إن أدهم صديقي لكنه قد مات وهذا يعني أن علينا أن كانت أنفاسه لازجة كأنفاس الولفرين وودت لو لكمته في أنفه كي يكف عن رومانسية قليلة هنا جاءها الفرق في صورة أحد الكمائن كان هناك عدد كبير من الحراس الأسيويين الذين راحوا يتفقدون العربة كلما انطلقت مئة متر وهم حراس يلبسون ثيابا متباينة لا تحب الالتزام أو النظام بعضهم كان يلبس كرجال الصائقة مع خوز على الرأس والبعض كان يربط عصابة على رأسه والبعض كان عار الجزع يربط مئذرا على نصفه الأسفل لكنهم جميعا كانوا شرسين يسهل معرفة أن هذا ليس جيشا نظاميا بل هم مرتزقة فكان رائد يلوح بيده ويقول شيئا ما في كل مرة أخيرا تتوقف السيارة أمام الكوخ ترجلوا جميعا وهم متوجسون لكن حارسا أسيويا دنى منهم وقال شيئا ما البروفيسور ينتظرنا دخلوا الكوخ حيث لم يكن هناك ما يسير الخيال من الأساس أو الأجهزة فقط كانت هناك من ضد عليها زجاجة شراب ويجلس إليها رجل أسيوي أصلع بشار بيوحي بأنه وغد يلبس بدل تدريب الكاراتيه ويضع على عينيه نظارة بنسينيه خليزة من الطراز الذي يثبت على الأنف مباشرة وله أسنان أرنب واضحة بينما يمسك في يده بمنشة للبعود باختصار كان مجرم حرب يابانيا من الطراز الذي اعتدت السينما الأمريكية تقديمه حين كانت تطلق على اليابانيين اسم جابس لقد تقدم في السن كثيرا عما كان في الصورة لابد أنه في السبعين الآن لكنه ما زال يبدو وغدا كان هذا هو البروفيسور ميكان جازي شخصيا الياباني الخطير الذي جاءوا من أجله بوشيدو عقد رئيس الشرطة حاجبيه وهو ينظر إلى الردها الخالية التي بدأت دخاني انقشع عنها والتي لم يعود يرا فيها أحدا إلا ثقوب رصاص التي ملأتها القدار قال لرجال السواد توقف يا حمقى لقد تبخر الرجل بفعل كل هذا الرصاص لكن قائد السواد قاله يغطي وجهه بفعل الدخان لقد احترقت عيناي سأبتعد عن هنا قلت لك إن رجالك أغبياء إنهم أسرع من قدرتك على الملاحظة لقد فعلوا كل شيء بينما أنت لم تفهم ما يدر أصلا صح الزنجي وهو يفتح زراعيه الرجل لم يتبخر لقد فر لكن أحد رجال السواد دخل الغرفة المجاورة وعاد حمان ذراعا كانت ذراع الرجل وقال للرئيس الشرطة من الواضح أنه لم يفر يوها المفتش لقد بعثرت رصاصاتنا أشلاؤه فقط في هذه اللحظة دخل قائد السواد الحجر الجانبي فأعاد تنصيق شكل الرماد الذي بعثره على شعره لقد كانت ضربة موفقة أنه تنكر بهذا الشكل بسرعة وقبل أن يصل الآخرون لم يكلفه شيئا سوء أن يلعب دوره بثقة أما القائد الحقيقي فهو ساجين في خزانة التنظيف أما البائس الذي مات لأنه يرتدي حزاء غير قانوني فلا شأن له به الآن يجب أن يغادر المكان بسرعة اتجه إلى نهاية الردها حيث باب الخروب عالما أن ثياب السواد هذه ستفتح لولأبواب المغلقة وفي الخارج كان المكان مصرحا للمجاني أكثر من مئة سيارة مفتوحة الأبواب وقد احتمى رجال الشرطة خلف كلا منها وكانت سيارات نقل الجنود أشبه بوحش خرافي لا يقف عن القيء وإفراغ المزيد من السواد بالثياب السوداء دنى من أحد رجال الشرطة وأخرج لفاف التاب قدمها له وأشعى على أخرى وقال هل من أخبار أيها الزميل؟ قال لرجل الشرطة يا للجحيم إن الرجل اللعين جيد لا أشنق إن لم يكن جيدا لكننا سنصفر به ونرقل الشيطان ليخرج من أحشائه سوف نصنع منه هامبورجر يا رفاق كان هذا كافيا كي يعرف أن أم رجل الشرطة من فرجيني هز رأسه بمعنى أنه يفهم وابتعد ببطء متعمد ابتعد عن دائرة الزحام وبدأ يشعر بأنه يسترد أنفاسه ثم دخل زقاقا خاليا هنا فقط شعر بفواهة المسدس مصوبة إلى مؤخرة رأسه وسمع من يقول لا تتحرك يا أدهم صبري مع زرع العدم اللياقة لكنكم جئتم في وقت تدريب اليومي قال البروفيسير ميكينو نجازي هذه العبارة وهو ينحن في أدب فأفهمه رائد أن آخر ما يريدونه هو مقاطعة تدريب نهض الرجل وانحنى ثم بدأ يتلو صلاة ما باليابانية ثم بدأ يؤدي حركات كاراتيه توحي بأنه يقاتل خصوما وهمي كان يتحرك بسرعة ورشاقة وصوت قبضته يمزق الهواء تمزيقا ودخل بعض الجنود يحملون قوم من الخشب والقرميد فأطلق صرخة مرعبة وهو على الخشب ليشتره إلى نصفين ثم تناول عودة من الخشب قزفه في الهواء وهو عليه بسيف يده فاشتراه كأنما هي سكين بعد هذا هو على القرميد فأحاله إلى غبار أحمر ثم إن الرجال جاءوا بخمس بنادق آلية وضعوها على كومتين من القرميد فرفع سيف يده وهوى عليها وهو يطلق صرخة الكايي الذي تجمد الدم في العروق سرعان ما تهشمت البنادق إلى نصفين ابتلع حسام رقاه وقال لعبير لا بأس بالنسبة لسنه هنا قصف أحد الرجال بسيف إلى البروفيسور سيف الساموراي مخيف من الطراز الذي كان الجنود اليابانيون يبترون به أطراف الجنود الأمريكيين في جزر الملاو أمسك الرجل بالسيف ورفع ساقا في الهواء ورح يرقص وهو يموق قط ثم صرخ صرخ عنيفة وانطلق كالملسوع ليهوي به على زبابة كانت على المندضة فمزق ناحيها دون أن يؤذي جسده ثم طار في الغرفة ليهوي على عنق رائد الذي لم يفهم ما يحدث حتى وجد أن ما بقى على عنقه لم يكن سوى أقدام العنكبوت بينما صار جسد العنكبوت بعيدا لا بأس لا بأس أخيرا انتهى التدريب فانحنا الرجل وعاد إلى موقعه خلف المكتب وهو مبلل بالعرق لكنه يشعر بالرضا عن النفس معزرة لكني أحب أن أكون بكامل لياقاتي إن السن المتقدمة تقتل قال له رائد وهو يجلس على مقعاده أمامه صارنا هذا العرض لكنك تعرف لماذا جئتك وجاء هؤلاء وأرى أن نبدأ في الكلام عن الأعمال آه الأعمال سألته عبير وهي تجلس على الأرض لأنه لم يكن هناك من مقع كم تريد نظرا لها رائد في غيز وانحنا ليهمس في أذنها لسنا في سوك العتبة هنا الأمور لا تأخذ بهذا الشكل يا مونة ثم نحنى ليسأل رجل في حنكة كم تريد ضحك الرجل كثيرا كاشفا عن أسنان الأرنب وقال ها 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 خمسة ملايين في حساب سويسرة هنا كر برائد وهيب وجهه منه وقال في حازم اسمع أنا أقرأ هذا لكني لم آتي لأشتري منك ولكن لأبيع إن لدينا كل الملفات التي تثبت أنك مجرم حرب كما أن كل معلوماتين عن نشاطك في صنع الصواريخ مدونة كل هذه الأوراق في خزانة في سويسرة ويعرف أمرها سلاسة محامين سوف يسلمونها لأمريكيين في حالتين قال الياباني في استمتاع ها ها الحالة الأولى لو لم تعودوا أحياء أنت عقري والحالة الثانية لو لم تفعل ما نطلبه منك لكن أنا سندفع مليون دولار لمقابل خدماتك نظرت له عبير في إعجاب إنه بارح حقا لكم سيشق عليها لو عرفت أنه عميل كما يقال عنه قال الياباني في استسلام لدي صاروخ بشيدو جاهز ماذا تريدون التدمير؟ اليوم لو أمكن لابد من يومين أخرج رائد خنجران وغرسوا في المنددة أمام البروفيسور الياباني وابتسم كانت حركة لا معنى لها إلا استعراض القوة ثم غادرت المجموعة المكان ولم يلاحظوا النظرة التي أرسلها الياباني من خلفهم كانت نظرة مفزعة مخيفة حاقدة جدا 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 إلى أقصى حد لو أن أحدا رأى هذا المشهد لعرف لماذا يلقى بأدهم صابري برجل مستحيل لقد نظر إلى الوراء فوجد الأخوين إيفان ويوري إيفانوفيتش رجلي المافيا الروسية الشريسي كان كل منهما يحمل مسدسا ثقيل الوزن ويضحق في وحشية قال لهم في برود أنتم مخطئان أنا لا أدعى أدهم قال يوري وهو يتفحص في اهتمام أنت لا تشبهه لكن منذ متى كانت الملامح ذات أهمية في عالم الجاسوسية أن التنقر يفعل كثير وجراحة التجميل تفعل الباقي لكن أنا عرفنا أسلوبك لا أحد يدخل وكالة الاستخبارات المركزية ويسرق كل وصائقها ثم يخرج حيا إلا أدهم صبري لهذا أطلق عليه اسم رجل المستحيل وقال إيفان وهو يمضغ سيجاره عرفنا أن هناك رجلا بالداخل وأنه يتمتع بقدرات غير عادية لهذا جئنا هنا لنرى بأنفسنا ومن الواضح أن وفاتك السابقة كانت مثل كل وفياتك مجرد إشاع وقال يوري وهو يمضغ سيجاره لكنها ستصير حقيقة بعد ثانية واحدة قال الرجل لازل نرجح الآن أنه أدهم صبري فعلا وهو ينظر لما وراء الرجلين لو كنت مكانكم لنظرت إلى الخلف ضحق إيفان وقال تلك الحيلة التي كفى الناس عنها من عام 1714 وقال يوري ماذا توقع أن يهاجبنا؟ مزقوب؟ قال في صخرية نعم لماذا لا تجد شيئا أقوى وأكثر تأثيرا؟ هنا انقضى المزقوب وأنشب أنيابي في عنقاي الرجلين وكانت المفاجئة قصية مريعة للغاية المؤامرة عقد رئيس المساد حاجبيه وهو يقرأ التقارير التي أمامه ثم قال لمساعده فيما معناه هذه الأخبار تثير قلقي كل زملاء أدهم في جنوب شرق أسيا قال مساعده وهو يراجع البيانات على الشاشة إذاك رابين هارتس كيبور بمعنى يخيل إلي أن العالم فرغ من الجواسيس كل جواسيس الأرض في تلك الجزيرة الآن قال رئيس المساد وهو يتصفح تقويم الجواسيس هل هناك مهرجان أو مؤتمر أو أيد قومي الجواسيس هناك؟ إن رائد وهيب عاملنا هناك لكنه لم يرسل أي التقارير بل وسونيا جرهام كذلك ثم عقد حاجبيه وفكر قليلا ثم قال له في قلق لابد من أن تحاول الاتصال بالرجل فعورا رائد يعرف كل شيء لو كانت هناك لعبة ما تحاك ضدنا وكل ألعاب أدهم ورجالي ضدنا فأنا أريد أن أعرف عورا وغاب في تفكير عميق عميق جدا دخلت سونيا جرهام إلى الكوخياه يقتادها ثلاثة من الجنود المرتزقة الأسيويين وكان سنين منهم قد عمية للأبد بينما الثالث ينزف بسبب جروح طولية عميقة في وجهه قالت وهي تضع قبضتيها في خسرها ميكو أيها الأحمق ألم تجد حراسا أفضل من هؤلاء إن جدتي كانت ستؤدي المهمة بشكل أفضل نهض مبهوتا وانحنى في احترام سونيا سونيا جرهام بعد كل هذه الأعوام قال أحد الحراس إنها شارسة كالنمر يا سيد ولقد التهمت حنجارة سيوزوكا لقد لحق بالأجداد قالت فيش مئزاز أجداده كلاب البرية لثم البروفيسير يدها في انبهار وهو يطري جمالها الذي تزيده السنون تقلقا ثم أمر الحراسة الذين صاروا من زو الحاجات الخاصة بالانصراف ودعها إلى الجلوس قالت وهي تصب لنفسها بعد الساكي لديك رجال مخابرات عرب هنا هزر أصوه في ضيق فعادة تسأله الأمر يتعلق بصاروخ أعتقد أنه بوشيدو أليس كذلك؟ يريدو الناس في قمران الصناعي هزر أصوه من جديد ولم يعلق إنها كالعادة تعرف كل شيء قالت وهذا ابتلع ما في قضحها الخزافية مرة واحدة أنت لن تفعل بل سأفعل مضطرا مهما كان ما لديه من أوراق فإنما لدي أقوى ولسوف أنسفك نسفا لو علم الأمريكيون أنك هنا كان الياباني الصبور قد فقد أعصابه انتزع سيفيه البطار المعلق على الجدار وصرخ الأمريكيون الأمريكيون لم أعد أتحمل أكثر سمعت الكلام ذاتي عشر مرات اليوم وقبل أن تفهم ما يحدث كان قد أطاح بعنقها من فوق كتفيها بضربة واحدة واحدة فقط افترس المزقوب الرجلين بينما الرجل الذي يبدو أنه أدهم صبري يتراجع في الزقاق لكنه اصطدم بشيء كما يحدث دائما كانت هناك صفيحة كمامة وضعها أحمق ما في طريقه وقد قلبها وهكذا وجد نفسه على الأرض بينما المزقوب يعبر فوق الكسدين الممزقين والدم يتساقط من بين أنيابه المفزع قادما نحوه هو بالذات مد رجل يده في سطرته وأخرج المسدس الصغير أحكم التصويب ثم سدد بين عيني الوحش وأطلق الرصاص استكرت الرصاصة في رأس الوحش فأطلق ضحكة ساخرة ثم أدرك أن الأمر ليس مزاحا إن هذه الرصاصة في الضية لقد خدع أطلق عواء مفزعا ثم سقط على الأرض ومات وفي اللحظة التالية بدأ يعود لطبعاته البشرية وتنهد الرجل الساقط على الأرض وكان من حسن التصرف أن يحمل معه مسدسا به رصاصة في الضي هذه هي طبيعة عمل مخابرات يجب أن تحتاط لكل شيء حتى للقاء مزقوب في الزقاق المظلم الآن يجب أن يفر من هنا يجب أن يسلم ما معه من صيد سمين هنا رأى من يظهر عندما دخل الزقاق كان يحمل مدفع بازوكا عملاقا على كتفه وأطلق الرصاص وأطلق النار ورأى الرجل كتلة من اللهب قادمة نحوه بسرعة لا تصدق على الإطلاق قالت سونيا جيرهام ويتعقد حاجبيها الآن بعدما هدأت نوعا ما يمكن أن نتكلم أصدقاء أدهم صبري هؤلاء لن يحصلوا على الصاروخ قال لها الياباني ويمارس رياضته اليومية ولكن كيف أنهم سيدمرونني قالت ضحكة دعاك من لعبة الوصائق هذه أنني أعرف كيف أحصل على تلك الوصائق التي تقلقك وأحرقها أمامك بل يمكن أن أدبر حادث قتلك كي يعتبرك الأمر كان ميتا قال لها وهو يضرب الهواء بسيفه هل سيفعل المساد هذا مط شفتها مطت شفتها السفلة في شمئزز وقالت أنا لا أعمل مع جهاز الحمقى هذا لقد تردت منه والحقيقة أنني الذي تردتهم من عالمي أنا أتكلم عن عمل مستقل جاسوسيتا القطاع الخاص ثم وقفت ووضعت يديها في خسرها وقالت في كبريال كدراتي التنظيمية زائد سواريخك هذه بهذه الطريقة يمكن أن نحكم العالم من هذه الجزيرة تصور أنا وأنت تهتز لنا الدول وتنحني لنا العروش والعرب قالت في برود أصدقاء أدهم صبري والجاسوسة الإسرائيلية الذي يحسبونه عربيا يجب أن يتلقوا لعقاب المناسب وأنا أعرف أنك لا تحتاج إلى عوني في أمور بسيطة كهذه وانفجرت تضحك تضحك وتضحك قال حسام لونى التي هي عبير وهو يمسك بأطراف أناملها كما قلت لك لقد كان أدهم صديقي لكن للحب أحكامي وأنا اليوم لا أشعر بتأنيب ضمير لو صارحتك بهذه الحقيقة إنني استردت يدها في حياء وهي تفكر في الطريقة المسلى للخلاص من هذا اللزج اللحوح قال رائد وهيحلب زقنيه في المرآة الصغيرة فيما بعد يا روميو يمكنك أن تعبر عن خلاجات فؤادك لكن أنا اليوم في فم التنين حرفيا كانوا يقومون في خايمة عسكرية جدا منحهم البروفيسير إياها ولم تكن مريحة على الإطلاق لكنهم كانوا يعتبرون مهمتهم على وشك الانتهاء نظرت له عبير في انبهار وقالت لنفسها إنه من المستحيل أن يكون إسرائيليا حرام أن يكون إسرائيليا أو حتى عميلا لأي جهاز آخر إنه يعرف ويجيد كل شيء قال رائد وهو مستمر في حلاق الضقنة يجب أن تتظاهر بالإسترخاء نظر حسام إلى الشريف الذي كان راقدا على الأرض يخط في نوم دون توقف وقال لا أعتقد أنه يمكننا التظاهر بالإسترخاء أكثر من هذا هذا جميل لأنني أرى في المرآة مجموعة من المهاجمين وهم قادمون ليسبحون طبعا لأنهم يحملون السيوف لا تنظر للوراء ريهام أين ريهام؟ نهضت ريهام من رقدتها على الأرض في كيس نومها وتسألت وهي تفرق عينيها ماذا؟ هل قمت بما طلبت منك؟ أنت طلبت 41.567 طلبا فأيها تقصد؟ الألغام الأرضية المضادة للأفراد هل هي جاهزة؟ جاهزة جميل وجفف ذقنه وابتسم في المرآة ليرى كم هو جميل في اللحظة التي صار أقرب المهاجمين على مسافة مترين من الخيمة وعلى الفور دوت الانفجارات وارتجت الأرض صاح رائده يضع المنشف على كتفه؟ هل أم يا شباب؟ تذكروا تعليماتي لا تدوسوا إلا على المواضع التي حددتها بسخور فسفورية الحقيقة أن الألغام كانت تحيد بالخيمة من الجهات الأربع وكان على من لا يريد أن يفقد ساقه أن يتعلم كيف لا يمشي إلا على الأحجار لقد قضوا أول ليلة لهم يزرعون هذه الألغام تحت جنح الظلام ولكن كان على رهام أن تنزع عنها التفجير في الصباح وتعيده ليلة وخرج الأصدقاء من الخيمة محاذرين ليروا الرجال وقد سقط عدد لا بأس به منهم في الخير بعضهم اشتعت النار في ثيابه فرح يصرخ كانوا يلبسون مثل النينجا بالضبط ويبدو أن هذه من التقاليد اليابانية المحببة لا تقتل أحد إلا أن تتلبث ثيابة نينجا واندفع أحد الرجال نحو رائد وهو يصرخ ويطوح بالسيف البطار في الهواء لكن رائد بادره برقلة قوية في فكه أسقطته أرضا ثم لف المنشفة حول عنق آخر وقربوا منه ليلكمه في عنقه وهجم واحد ثالث على عبير لكنها ثانت رجباتها تضرب في أسفل البطن فاندفع الهواء من فمه بينما أفرغ حسام مسدسه في أربع أو خمسة رجال كان الهجوم قد أحبط بالفعل وقف الأصدقاء يرمقون ضحاياهم في رضا وقال رائد وهو يواصل تكفيف ضقنه لم يعود القتله يجيدون عمليهم كما كانوا في الماضي لقد صارت المهنة متاحة لكل من هب ودب ثم سألهم وهو يعود للخيمة استنتاجات؟ قالت عبير وهي تلحق به في حذر البروفيسور خانانة هذا واضح لكن لماذا تجاهل تحذيرنا له بفتح أمره؟ قالت رهام لأن لديه ورقة أقوى أو لأن ضده تهديدا أقوى وفي صوت واحد فقر الجميع سونيا جرهام هنا اندفعت طلقة البازوكا نحو الرجل الذي نعتقد أنه أدهم صبر لكنه في اللحظة الأخيرة تلوى وارتمع على الأرض فانطلقت القذيفة لتصطدم بالجدار من خلفه وتحدث فجوة عملاقة أخرج مسدسه وصوابه نحو حامل البازوكا وأفرغ طلقتين ولم يحاول معرفة شخصية مهاجمة فقد مات على كل حال انضم إلى ملفات الماضي التي لتهم أحد سوى حفار الكبور ولم يحتاج إلى ما هو أكثر استبدل بثياب السوات ثيابا عادية تماما وسرعان ما كان يركض عبر الشوارع المظلمة وصل إلى المطار في الوقت المناسب وليس معه من متاع إلا حمله الثمين وجوى الصفر باسم وليام سيلفورد وتسكرت الطائرة دخل إلى الحمام فغسل وجهه بعناية إن مغامرة اليوم كانت مرهقة إلى حد ما فلا بأس بأن يغسل وجهه لكنه لم ينسى أولا أن ينزع قناع كوزمو المطاطي الملتصق بالجلد وينزع محارف الصوت الملتصق بحنجرته وينزع القفاص الذي يحمل بصمات مدير وكالة الاستخبارات المركزية تأمل وجهه في المرآة ثم نظر سيرجي كروبوف إلى ساعته لقد حان وقت اللحاق بالطائرة إنه سيرجي كروبوف لقد قم بعمل جيد الليل وسرق مستندات غاية في الأهمية وقد تذكر مقام به مع أدهم صبري من عمل جميل في الماضي لكنه بحاج إلى النوم الطائرة لا تمثل له إلا فراشا مريحا جميلا وابتسم راضيا عن نفسه انطلاق بوشيدو دو صوت المكبر يهيب برجال أن يبدأوا إجراءات الإطلاق وفي مقر قيادته تحت الأرض وقف البروفيسور ميكو يراقب الشاشات التي تظهر له مصرح العمليات بينما وقف خلفه رائد ومونة وحسام ورهام وكلهم يصوفوا وهات المسدسات إلى رأسه قال لهم هو يعرق كيس خبز ساخن في ثلاجتك إن سونيا ستجن قال رائده يلسك فواهة المسدس أكثر نحن سنجن أكثر لو لم تفعل وخطرنا أدها وأقرب من خطرها ثم غمز بعينيه لعبير وقال ثق من أنها لن تضيقك الآن قال الياباني المعذب ويضغط بعض الأزرار أنتم لا تعرفون إن هذه المرأة أخطر من ألف فواهة مسدس مصوبة إلى رأسه أحيانا أعتقد أن الموت بالرصاص أفضل لي وفي مكبر الصوت راح يتكلم بالياباني وعلى أكبر الشاشات ظهر أفق القمر الصناعي الإسرائيلي الذي يتجسس على الدول العربية كلها كان بريء الشكل يبدو كأي قمر صناعي آخر هذه ستون مليون من الدولارات تنتظر في الفضاء أصدر الرجل أمرا آخر بالياباني وعلى الفهور بدأت من ظلة التعمية تتراجع إلى الوراء ببطء شديد ببطء شديد 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 ثم بدأت المحركات تهدر بينما الأرض تنفتح ليبرز الرأس المدبب ثم الجسد الكامل للديناصور الغافية المختفي عن عيون العالم إنه يرتفع ويرتفع ويرتفع الآن يبرز بالكامل فوق السطح ليطل برأسه وكانت من ظلة التعمية الكامفلاج قد توارد بالكامل الآن فعاد المعذكر كما هو بالضبط معذكر لإطلاق السواريخ هتف تعبير وهي ترتجف انفعالا هذا لا يصدق من يشك في هذا قال رائد باسما العالم كله يشك في هذا لا أعرف سرا أكثر ضيوعا من هذا لكن لا أحد يقدر على إثبات شيء ثم مهل على البروفيسور وقال أظن أنه لا داعي لأن أذكرك بأننا لنحب الألعاب ها؟ لكنه كان مطمئن البروفيسور لم يعد يبالي الآن إلا بأن تنجح المهمة بدقة لا شيء يعادل لذات أن ينطلق الصاروخ ويدمر القمر الصناعي وقرب العالم فمهم المكبر الصوت ورح يهدر بكلمات اليابانية ثم بالإنجليزية إخلاء إخلاء سيبدو العد التنازلية حالا وتحولت المحطة إلى خلية نحل خلية نحل دب فيها وباء قتل كل من فيها سفارات الإنذار تهدر بينما الوحش يتخذ زاويته الصحيحة وأخيرا بدأ العد التنازلي عشر تسعة ثمانية سابع إلى آخر اثنان واحد اشتعال وامترأ المكان بالدخان ولم يعود أحد قادرا على رؤية يده في البدء بدأ الصاروخ كأنه يتسلك ببطء ثم بدأ يصعد بسرعة على غرار تلك العادة السخيفة للصواريخ أنتبدو بطيئ لحظة الإطلاق كان لدي كتاب فيزياء يفسر هذه الظاهرة لكنه اضع مني التفسير والكتاب طبعا تصيح الجميع وهلل وصفقه هنا سمعوا من يقول في برود انتهى الحفلة أيها العرب انطلق الرصاص ليقتل حسام وقدري أعرف أن قدري لم يأتي أصلا لكنكم لا تفهمون عمل المخابرات كما يفهموا المحترفون وكانت المفاجئة رهيبة كاملة للغاية كانت وقفة على الباب وفي يدها مدفع العزي الرقيق لكن رقبتها كانت تتدل على كتفيها كأنما هي دمية ماريونيت تمزق خيطها وكانت لها عين ناقصة وبدأت أطرف أخرى ليست في مكانها الصحيح فقط بقى منها ما يكفي لتمسك المدفع صاحة عبير في هلع الويل سونيا تحولت إلى زومبي قال شريفي رعب إذن لا صارت أقل خطرا وأكثر رقة قالت سونيا وهي تنقل عينيها الوحيدة بين الموجودين أنتم وضعتم لي هذا اللغم أمام خيمتي أمس لحسن حظي وسوء حظكم لم أمت لنتمت سونيا قبل أن تحاولكم إلى عصيدة ثم نظرت إلى الشاشة حيث كان الصاروخ يشك أجواء الفضاء ونظرت إلى الياباني في حقد يا أحمق أنت أضحت أخر سبب يحفظ عليك حياتك هنا ضق الهاتف المحمول في جيبها لا تعرف عبير كيف ظل سليما بعد هذا كله فمدت يدها وضعته على أذنها بينما عينيها الوحيدة لا تفارق الوقفي من؟ بورسلينو؟ مجغولة بالقتل كما تعلم ماذا تقول؟ هل تهزي؟ دخل مقار وكالة الاستخبارات المركزية وغادرها حيا وغانما قتل الأخوين إيفانوف؟ لابد أنه هو بالتأكيد هو وقصفت بالهاتف في الهواء وصحت في مرح أدهم صبري حي أنا متأكدة من ذلك شهد في واشنطن أمس فحل كل ما كان أدهم يفعله كنت أعرف أنه حي حي وراحت تصفف شعرها المحروق في البهار وبسقط بعد الأسنان المهشمة سأعرج أولا على باريس لأجميل نفسي سأحتاج بعض جراحات زرع ليون والأطراف لكنني سأكون في أبها صورة حين أعود إليه ثم ألقت بالمدفع وغادرت الخيمة متعجل لكنها لم تنس أن تطل برأسها مرة أخيرة وتوجه عينها الوحيدة شطر البروفيسير لم ننتهي بعد أيها الأحمق سأعود إليك وسنمرح كثيرا فلما غادرت المكان راح البروفيسير يلتم الخدي ورح يصل باليابانية وينادي الأجداد فقد قال بالإنجليزية السنية توعدتني بالحلاك أنا بطة ميت ثم قال الرائد لن تكون هناك مشاكل في التحكم الساروخي كل شيء سيتم بدقة فلم تعط بكم حاجة إلي سايونارة وقبل أن يفهم أحد ما حدث كان قد جلب سيفيه البطار إياه وجس على رجبتيه وأغمد السيف في بطنه بالكامل على طريقة الهاراكيري الشهيرة لقد انتحر كي لا تفتج به سونية وفجأة نظر الأصدقاء إلى الشاشة كان الصاروخ الآن يخترق القمر الصناعي وتناصرت النيران والشظايا في مشهد كوني رهيب مشهد مخيف جميل جليل مرعب رهيب عندما نزع رائد وهيب قناع قزمو عن وجهه ومعه جهاز تغيير الصوت المثبت إلى حنجرته وعندما رأى الجميع أن هذا هو أدهم صبري نفسه انفجر في البكاء مر ربع ساعة عليهم بين البكاء والعويل ثم قال تعبير لقد فقد فريق الشجعان حسام وقدري قال أدهم في ثقة لا تقلقوا لا أحد يموت في قصص الجاسوسية لقد مات حسام من قبل وماتت سونيا كثيرا سألته ريهام وهي تتسلى بأعداد كمبيلة نيترونية ما قصة موتك هذه أعرف أنك موت 4356 مرة من قبل لكن هذه بدت أقربها إلى الحقيقة قال أدهم وهو يدعب فوديه اللازين خطهما الشايب كنت أعرف مؤامرة الجواسيس لاستبدال شخصية عميلة بي ولعبت لعبتي كي أبدو ضابطا في المساة وتم اختياري لأكون رائد وهي هكذا ظنوا أنني رجلهم بينما كانوا في قبضتي تمام لكني كنت بحاجة إلى تبرير اختفائي بشكل منطقي مقبول وإلا تسأل الناس عن سواب اختفاء أدهم صبري بمجرد أن ظهر رائد وهي إلى الوجود ثم مات عميل روسي في إحدى العمليات في لوس أنجلوس لها ذكرت أن أتظاهر بأنني من مات أرسل تعيين من أنسجتي للمعامل الإسرائيلية كي يعتقدوا أنني القتيل وجعلت صديق الروسي سيرجي كروبوف ينقل لكم بخبر وفاتي يجب لكي تنجح العملية أن يعتقد الجميع في صدقها حتى أقرب أصحابي لي تمكنت عن طريق هذا التنقر أن أعرف خطة الأعداء كلها ودمرت عشرات المنظمات التي أسلمتني أسرارها طواعي بل وصبقتكم إلى هنا حين عرفت بنيتكم في تدمير القمر الإسرائيلي ثم تذكر شيئا فمد يديه إلى أذنيه وانتزع القالبين المصنوعين من اللاتيكس وقال استعملت قالبي أذن حساب لأنني خشيت أن تعرف سونيا بالأمر سألته عبير في انبهار ولكن من الذي فعل المعجزات في واشنطن كما قالت سونيا لابد أنه سيرجيك روبوف أنه بارع لأحد ينكر هذا المهم أنه أعطى سونيا والقراء انطباعا زائفا بأنني منفع لهذا كله وأتمنى أن أرى وجهها حين تعرف الحقيقة ثم ابتسم ونظر لهم وقال الآن هل نعود إلى البيت؟ فقط عبير لن تعود إلى البيت لقد جاء المرشد يعبث بقلمه الجاف في زنبروكي وينتظر حتى تفرغ من الكلام مع أدهم صبي فلما فرغت حيا الواقفين بأن هز رأسه بطريقاته السمجة وقال لها أرى أنك استمتعت بوقتك حقا الآن حان وقت الرحيل هزت رأسه في استسلام وماشيت معه مغادرين الجزيرة قال لها وهو يجد السير كما تريد تملك هذه القصص كل عناصر الجاذبية فيما مضى لم يكن لدى الشاب الذي غادر مرحلة الطفولة شيئا يقرأه كان عليه الاختيار بين الشرشر وبين أفكار العقاد الفلسفية شديد التعقيد لم يكن هناك أدب وسيط ثم جاء الأستاذ محمود سالم بمغامريه الخمسة وقدم حلا فائق الشعبية بعد هذا بأعوام جاء دكتور نبيل فاروق وخطى خطوة أكبر أكبر بكثير بكثير جدا قالت له باسمة ولاحظ أننا غادرنا القصة ولم تزل تتكلم بالطريقة ذاتها تلقى حاجباه وقال في غمود إنها طريقة مميزة مميزة جدا جدا في القصة القادمة تقابل عبير أخوين صنع عالما لا ينسى عالما خاصا جدا 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 تمت بحمد الله أتمنى يكون تقديم العدد النهاردة عجبكم والأصدقائي اللي امتابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندوس لايك ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جدد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة